نخب في العلم وفي الفضل جاءونا في أجمل وصلي منحونا حبا يتسامى ووئاما يرفل بالبذل نخب في العلم وفي الفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ريت كاست اليوم سنستضيف أحد الخبراء في مجال أوقاف الإسلامية الدكتور عيسى صوفان القدومي ليحدثنا حول الأوقاف وما هي الفلسفة الرئيسية من وراء الأوقاف الإسلامية وبعض النصائح والإرشادات للمؤسسات الوقفية وغرائب الوقف في الإسلام فيمكن سنستضيف إذن الله تعالى في هذه الحلقة لنستفيد حقيقة في هذه الحلقة من تجربة الدكتور عيسى صوفان القدومي مرحبا دكتور عيسى أهلا بكم هياكم الله في البدء دكتور نريد التعريف الشخصي البطاقة الشخصية لحضرتك لجنابكم الكريم حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بداية أشكر منصة أريد على هذا البودكاست ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق في عرض ما نرغب حول الأوقاف الإسلامية والشكر موصول لمنشئ هذه المنصة ومنشئ هذا أنا أعتبره الصرح العلمي المميز الدكتور سيف السويدي في هذه الجهود التي لسنوات والتي قد جعلت من المنتسبين والمشاركين في برامج المنصة يصل إلى أكثر من مئة ألف مشارك والله الحمد والمنى وأنا أشكره كذلك على ثقته واستضافته أكثر من مرة في بعض المحافل وبعض المؤتمرات والله الحمد والمنى أخوكم عيسى صوفان القدومي أنا أردني الجنسية فلسطيني الأصل موليد الكويت أقيم ما زلت في الكويت وليه دمام حقيقة كبير علمي في مجال العمل الخيري والوقفي والتطوعي طبعا في دراسات علمية أنا خلصت البكيروس من جامعة المستنصرية في بغداد في 87 ثم أكملت الدراسات في الثقافة الإسلامية المجلسية والدكتوراه وكذلك لي بحوث كثيرة جدا في مجال العمل الخيري والوقفي والتطوعي وعملت حقيقة مستشار لأكثر من مؤسسة خيرية وكذلك مستشار مع الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت ومدرب معتمد خارجي للمؤسسات الخيرية والوقفية والمجتمعية ولله الحمد قد دربت أكثر من تقريبا 80 برنامج تدريبي خارجي خلاف البرامج الداخلية والمحلية وكذلك ولله الحمد وفقت وهذا فضل من الله تبارك وتعالى في إصدار أكثر من 15 إصدارا حول العمل الخيري والوقفي والتطوعي طبعا في إصدارات في مجال آخر مجال الاهتمام الثاني وهو مجال قضية فلسطين والصراع الإسلام الصهيوني حول فلسطين وأرض فلسطين من ناحية الشرعية والتاريخية هذه المجال نتحدث بهم أما مجال العمل الخيري والوقفي والتطوعي بدأ الاهتمام منذ أن انتهيت من دراستي الجامعية وقد تطوعت حتى مع عملي كمدرس بداية ثم تطوعت بعض المؤسسات الخيرية لأجل أن أشارك وأساهم في العمل الخيري وأمر آخر أن أجعل هناك بصمة جديدة لأنني أنا من البدايات وجدت أن العمل الخيري هو عمل تقليدي أصبح وأصبح عمل تكرار وليس فيه تجديد فقلت لماذا لا يكون هناك تجديد لهذه المؤسسات الخيرية في بداية عمري تقريبا عندما كنت مشارك مع بعض اللجان الخيرية والجمعيات الخيرية وجدت أن جل اللجان الخيرية عملها متشابه 90% دكتور هو متشابه تماما فقلت لماذا لا يكون هناك تجديد لحاجات المجتمع لما يفي بحاجات المجتمع وبدأت الفكرة منذ ذلك الوقت مع أني اشتغلت في بعض الأمور الأخرى في تجارية أو أمور علمية وكذلك أمور مهنية لكن حقيقة اهتممت والله الحمد أكثر من تقريبا 37 سنة وأنا أعمل في مجال العمل الخيري جزء منه تطوعا وجزء منه في مجال التدريب الخارجي يعني بمقابل حتى يفي الإنسان بحاجاته المعيشية حقيقة وكذلك جزء منه يعني أعمال استشارية كذلك لبعض المؤسسات ومنها يعني وزارات في الدولة في دولة الكويت كالأمانة العامة للأوقاف التي تتبع وزارة الأوقاف وقد اعتمدت يعني مدرب خارجي وأنا استفدت حقيقة من التدريب الخارجي كما استفاد المشاركين في هذا التدريب الخارجي لأن استفدت من تجارب الآخرين من التحديات التي تعيشها الدول في مجال العمل الخيري والوقفي وكان لي آخر عشر سنوات اهتمام يعني مركز على العمل الوقفي وكانت نتاج هذا التركيز أنه قد أنشئت هذه الجمعية جمعية الدراسات والتنمية الوقفية في اسطنبول من أجل أن أجمع ما عندي من الخبرة ومن العلاقات ومن خبرات الآخرين في مؤسسة تطوعية وقفية من أجل إحياء سنة الوقف وخدمة الوقف ليست مؤسسة ربحية وليست مؤسسة لا هدف إلا خدمة المؤسسات بداية الوقفية العاملين في المؤسسات الوقفية مجال إحياء سنة الوقف مجال إحياء الأوقاف الهرمة مجال إحياء الحجج الوقفية وتحقيق الحجج الوقفي يعني في عدة مجالات قد أقمناها في هذه الجمعية هذه تقريبا ملخص المسيرة الحياتية الشخصية الله يفعل بكم أكتب أجركم حقيقة في عدنا الكثير من الأسئلة للاستعلام والاستفهام حول موضوع الأوقاف يعني منها مثلا مفهوم الأوقاف الإسلامية وأهميتها ما هو مفهوم الأوقاف الإسلامية في المجتمعات المسلمة وكيف تطورت الأوقاف عبر التاريخ الإسلامي الشق الثاني من السؤال أنه نريد التأصيل التاريخي للأوقاف ما هو دور الأوقاف في المجتمع اليوم في وقتنا الحال تفضل دكتور بزاك الله خير نعم حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة وراء الناس تستعذب تشرب من بئر يسمى بئر روما وهذا البئر قيل في أحد الروايات أنه كان اليهودي يبيع الماء للمسلمين بأموال يعني لا يملكوا هذا البئر فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الأمن المائي للأمة في إنشاء نواة دولة الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب الصحابة في أن يمتلكوا هذا البئر هل الشراء؟ الشراء تمتلكه أنت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصل لمفهوم الوقف من يشتري بئر روما ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين ويكون له خير منها في الجنة يعني من الذي سيشتري بئر روما ويجعله سبيل في سبيل الله يستفيد منه عامة المسلمين ويستفيد منه من أوقفه ومن هو اشتراه ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين وله الأجر من الله تبارك وتعالى خير من هذا البئر في الجنة لأن هذا البئر سيكون صدقة جارية فمن الذي اشتراها؟ اشتراها عثمان رضي الله عنه بئر روما وقيل عنه بئر عثمان وقيل أن بئر عثمان إلى الآن ولله الحمد والمنا بئر موجود وله الأجر من أوقفه إلى الآن في المدينة وقيل له حساب وقيل له بعض الروايات التي حقيقة لم أتيقن منها تماما ولكن لا شك أن بئر روما اسمه بئر عثمان وأنه ما زال موجود في المدينة واشتراه عثمان وسبله في سبيل الله وجعله وقف لله تبارك وتعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بداية أراد أن يحقق الأمن المائي للأمة ثم بعد ذلك أتاه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني ملكت أو غنمت أرضا بخيبر لم أملك مالا أنفس منه وهو تذكر قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البرة حتى تنفقوا مما تحبون فقال يا رسول الله إني ملكت أرضا بخيبر أو غنمت أرضا في خيبر لم أملك مالا أنفس منه ماذا تأمرني يا رسول الله أتى من يستشير يستشير خير البشر استشار النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها وقالوا أن هذه الكلمة هي أصل التشريع في الوقف الوقف هو إن شئت مستحب ليس بوجوب ليس كمال الزكاة إذا بلغ النصاب ومر عليك الحول يجب عليك الزكاة وليس كمال النذور هو هو على الاستحباب هذه أموال صدقة ولكنها موقوفة وهي نوع من أنواع الصدقة إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ولهذا قال العلماء وقول الحنابلة المشهور في أنه أصل يحبس وثمرة تسبل هذا هو ملخص الوقف أصل يحبس وثمرة ومنتج ومخرج يسبل ولهذا قد أوقفها أمر أرض خيبر وعندما أوقفها أمر قد تولى رعايتها في عهده ولكن عندما تولى الخلافة لا يستطيع أن يتولاها فوضع على ولايتها نظارة ابنته حفصة ولهذا قال العلماء أن جواز نظارة المرأة أنه لم يجعل النظارة لابنه عبد الله بن عمر جعلها لحفصة لماذا؟ لأنها أكثر تفرغا لرعاية هذا الوقف وفي خلافته عمر رضي الله عنه كتب وثيقة الوقف وهذه وثيقة الوقف هي أول وثيقة وثيقة وقف مكتوبة في تاريخ الإسلام ولهذا أصبحت هذه الوثيقة هي العمدة وهي النموذج أول وثيقة في الأوقاف الإسلامية الذي ذكر فيها ما هو الوقف وذكر فيها ما هي أبعاد الوقف يعني ما هي حدود الوقف من الذي أوقفها لمن أوقفت ومن يكون على نظارتها وكيف أنه قد أبدها لا يجوز التصرف بها هذه كلها في الوثيقة الواحدة وموجودة موجودة وقد وثقتها موجودة في كتب التاريخ في كتب التاريخ وكتب السيار موجودة وثيقة عمر وموجودة هذه الوثيقة وقد أنا ذكرتها في كتاب الأربعون الوقفية في كتاب الأربعون الوقفية في استشارة عمر رضي الله عنه في وثيقة في وقف أرض خيبر فوثقت أن هذه الوثيقة ثم ذكرتها بتفصيلها كاملة عن مصنف لي أسميته أوقاف الصحابة أوقاف الآل والأصحاب طبعته مبرة الآل والأصحاب في دولة الكويت والكتاب موجود كذلك موجود بي دي أف يعني ممكن أن يكون كل هذه الكتب أوفرها لك بي دي أف اليوم ترسلها لمن أراد أن يعزز هذه المعلومات بوثاق لأن هذه البودكاست أو اللقاء هو دقائق ولكن حول الساعة لكن سيكون هناك أمور لا بد أن يرجع لها كباحث وكإنسان مختص في هذا الأمر الأمر الثالث عندما سعد بن عبادة رضي الله عنه كان في أحد الغزوات رجع فوجد أن أمه قد ماتت فالأم عزيزة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال أشهدك يا رسول الله أشهد أمان الصحابة أن حائطي بالمخراف أفضل بستان له في المخراف منطقة الحائط والبستان في المخراف وإلى الآن قيل موجود هذا الحائط إنه صدقة لأمي صدقة لها ولهذا قيل الأولى في الصدقة أن تكون صدقة السر والأولى في الوقف أن يشهر حتى لا يعتدى عليه هنا فائدة من الفوائد ثم بعد ذلك يقول الشافعي بلغني أن أكثر من ثمانين من الصحابة لهم أوقاف معروفة مشهورة في مكة والمدينة ولهذا قال عبد الله بن جابر الأنصاري ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا أوقف وفي رواية إلا وقف لأن كان من حرص الصحابة من حث النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال الصحابة لحث النبي صلى الله عليه وسلم ولتوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جابر الأنصاري ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف ولهذا أوقافهم معروفة مشهودة كان من حرص الصحابة لأن الله تبارك وتعالى جعل لهم من الأعمال وهذا فضل من الله تبارك وتعالى جعل لهم في عمل الوقف أجر في حياة المسلم وبعد ما ماته فكيف ما يكتسب هذا الأجر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولهذا حرص الصحابة والتابعين وما بعدهم في كل العهود الإسلامية كل من فهم مقصد النبي صلى الله عليه وسلم وحث النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة والصدقة الجارية والوقف على وجه الخصوص أن لا يخرج من هذه الدنيا إلا له وقف لماذا دكتور لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح في النساء قال سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما أنتم في المنصة تعلموا العلم من علم علما هذا باب صدقة جارية من علم علما ومن أجرى نهرا ومن حفر بئرا ومن غرس نخلا ومن ورث مصحفا ومن ترك بنا مسجدا ومن ترك ولدا يدعو له بعد موته أنا في شرح لهذا الحديث في كتاب الأربعون الوقفية طبعته الأمانة العامة للأوقاف جمعت أربعين حديث في الوقف وشرحتها فقلت هذا الحديث أريد له عنوان قلت عنوان وأفضل عنوان الوقف لكل الناس من فضل الله تبارك وتعالى أن أجر الوقف هو ليس للأغنية فقط ولكن كل من على ظهر الأرض يستطيع أن يكون له وقف كيف الحديث بين ما عندك شيء تعلم العلم أبسط أشكالا أن يكون وقف مصحف هو من علم علم الإمام النوي إلى الآن نترحم عليه كم توفي كم كان عمره قيل قريب الأربعين سنة فعندما يكون علم علما أو أجر نهرا كل من سق الماء أجر نهر كل من سق الماء في كل كبد رطب أبسر أو حفر بئرا إنسان عندك قدر أكثر أو ورث مصحفا ترك مصحف أو من يعني غرس نخلا يعني قالوا غرس النخل لك أجر ما دام ينتفع منه أو بناء مسجدا أنا فقلت فقد نوعت الأعمال بحيث أن كل إنسان يستطيع أن يكون له وقف في حياته قبل ما ماته حتى لو غرس نخلا لو غرس غرسه قال الشيخ بن عثمين رحمه الله قال نعم مخصوص الكلام في النخل ولكن كل من غرس غرسا ينتفع به وفي كل كبد رطب أجر ينتفع منه إنسانه وما دون الإنسان من طير ومن حيوان فلاك أجره فهنا توسعت قضية أن الوقف ليس للأغنياء فقط الوقف يستطيع كل مسلم أن يكون له يعني يد ويكون له باب أجر في حياته وبعد موت لماذا؟ لأن الوقف هو الصديق الذي لا يفارقك يعني عندما يموت الإنسان يحزن عليه الأهل والأصدقاء ومن حوله فترة من الزمان ثم ينسى لكن الوقف لا ينساك يبقى الصديق الذي لا يفارقك مدام أنت في قبرق يبقى لك الأجر لهذا حرص الصحابة أن يكون لهم من الأجر العظيم في حياتهم وبعد مماتهم ولهذا قال العلماء إلى متى يبقى لك الأجر في الوقف؟ قيل أن يبقى لك الأجر مدام ينتفع منه ولهذا الحرص هنا أن يكون الوقف مختار اختيار صحيح أن تكون حاجة الناس له أن يكون فيه تنمية مستدامة أن يكون فيه استمرارية أن تكون فيه نظارة من يتابعه أن تتابعه الأجيال بعد الأجيال أن تتابعه الناس أن يحفظ هذا الوقف حتى يبقى لك الأجر ولهذا الأسرة التي يعرف أن هذا الوقف لأبيهم أو جدهم يحرص هذا رأيته في الكويت أن يجددوا هذا الوقف ليبقى الأجر لوالدهم أو للواقف ولجدهم أو لجد جدهم ويكونوا وهم يعتبروا من صلبه ومن الأجر الذي يصب إليه بمشيئة الله نعم جزاك الله خير دكتور طيب يعني كيف تطورت الأوقاف أو ما هو دور الأوقاف في المجتمع اليوم يعني في أدنى أمثيل الأوقاف حاليا موجودة نعم نعم تفضلت السؤال قبل كيف تطورت الأوقاف حقيقة كانت الأوقاف يعني في عهد الصحابة عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقف بنفسه أراضي مخيريق عندما أعطى الأراضي السبع للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قاتل معه وقال إذا قتلت فهذه الأراضي لك فأوقفها للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أوقفها والنبي صلى الله عليه وسلم له أوقاف كذلك وكان لآل بيته أوقاف ولهذا صنفت في أوقاف الآل والأصحاب فصل كامل عن أوقاف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الوقف النبي صلى الله عليه وسلم قد مارس الوقف وقد أوقف بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم قد رعى الوقف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في نواة دولة الإسلام أن يكون الوقف في بيت مال المسلمين وهنا فائدة دكتور أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يقيم المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا قد شددنا الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبحث بنفسه على أرض تنفع وصالحة ومناسبة جدا أن يكون فيها مقر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهي نوات دولة الإسلام مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أرض جميلة جدا سأل لمن هذه الأرض قالوا لبن النجار إخوان النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه كانت الأرض هي مزرعة والمزرعة كانت هي أشبه بتكافل اجتماعي مع أسرة بن النجار أن يأتوا بريع هذه الأرض ويوزعوا على بن النجار حسب عدد أفراد أسرتهم وحسب حاجتهم كل الثمار التي تأتي من هذا البستان أو من هذه الأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا بن النجار يعني تعالوا يا عيان بن النجار من هو متولين هذه الأرض وهذا البستان ثامنون حائطكم يعني أطلبوا كم فيه ثمن حتى أعطيكم عندما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلب يثامنهم الحائط يعني كم يسوى هذا الحائط كما نسميه اليوم تثمين حتى ينزع يدهم علي ويعطيهم مقابل مقابل بزيادة فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها له يريدها للأمة للمسلمين قالوا لا والله لا نطلب ثمنها إلا من الله فأعطوها للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الوقف والعمل الخير هو فرصة لا تأتيك دائما كلما انتهست في وجدت فرصة ادخل عندك الآن في وفرة في المال اوقف عندك في وفرة في الوقت كن ناظرا على وقف عندك قدرة على متابعة الأوقاف وأحياء الأوقاف الهرمي اعمل في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أوقف بني النجار لبني النجار منذ ذلك اليوم إلى ما شاء الله كل من شد الرحال من أمة الإسلام إلى المدينة المنورة صلى وصام واعتكف وتعبد وقرأ القرآن وعلم وتعلم هنيئا لهم لبني النجار إيش أجر إلى ما شاء الله إلى يوم القيامة أليست هذه فرصة أنا أقول دائما عمل الخير فرصة كم تمر على الاستثمار هو هنا التنمية هنا الاستثمار الحقيقي كيف تستثمر لآخرتك فالناس حقيقة حريصة على الاستثمار في الدنيا إذا علم أن هذا المبنى أو هذا البستان أو هذه الأرض فائدة أو ريحة فائدة أو أنه قد يباع بربع السعر أو بنصف السعر يتكالب الناس عليه فكيف إذا كنت أنت تبنيه للآخرة وهذا هو كما قيل الميراث الحقيقي للإنسان وكما ذكرت في شرح الأربعين الوقفية أنه هناك استثمار كبير للإنسان في هذه الأوقاف النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة أن يجعلوا هذه الأوقاف كما قال الشافعي بلغني أكثر من ثمانين من الصحابة وكما قال عبد الله بن جاب الأنصاري يعني ما أحد من الصحابة خرج من هذه الدنيا له مقدرة إلا أوقف فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أن يكون في بيت مال المسلمين وهذا الجواب على المسألة كيف كانت تنميه وسدها فجعل الأوقاف من الأمة للأمة بإدارة الأمناء من الأمة للمجتمع من المجتمع بإدارة الأمناء بإدارة الأمناء والنظار من المجتمع هنا أيضا الفائدة إذن الأوقاف هي داعم للأمة هي داعم للخلافة هي داعم للدولة إذا ضعفت الدولة ضعفت مالية الدولة من أين تصرف؟ لا تفلس الدولة تماما هناك أوقاف للمجتمع الرعاية الحقيقية في المجتمع التعليم لم يعرف التعليم إلا بالوقف يعني المدرسة المستنصرية وقف المدارس كلها وقف فإذن كل هذه الأمور وقف هذه أوقفت وخدمت الأمة وخدمت الخلافة وخدمت الدول كما كان تطور الأوقاف في العهد الخلفاء المراشدين بدأت تتنوع الأوقاف كانت في عهد نفسه سلام الأوقاف هي عبارة عن ماذا؟ الأوقاف هي عبارة عن أراضي وهي عراضة عن آبار وبيوت هذه الأوقاف لكن بعد أهد عصر الصحابة بدأت تتوسع في عصر الخلفاء المراشدين كذلك توسعت في عصر الأمة وتوسعت أكثر اضطر عبد الملك بن مروان ثم أكمل الوليد بن عبد الملك أن جعلوا قسم للقضاء كامل للأوقاف يقضي بين من تختلفوا حول الأوقاف ورعاية الأوقاف والرقابة على النظار لأن هذه الأوقاف خدمة للمجتمع لا تفرط بها ولهذا الأوقاف قد امتازت فالدولة الإسلامية هي تعتبر الأوقاف هي داعم للمجتمع الذي هو عبع على ومصرف على الدولة يعني على سبيل المثال كل التعليم في كل العهود الإسلامية ديكتور لم أجد ديوان للتعليم الآن الدول أين الميزانيتين الكبرى التي تصرفها الدولة على التعليم والصحة في كل العهود الإسلامية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقوط الخلافة العثمانية كانت الصحة والتعليم كلها أوقاف الدولة لا تصرف ولا فلس بل تأتي ريع للدولة إلىها المدرسة المستنصرية في بغداد أوقف لها ألف ألف دينار مليون من دنانير الذهب كانت تدرس على المذاهب الأربعة كان يتخرج منها الطالب بمرتبة عالم وكان من ريع أوقاف المدرسة المستنصرية أنه كانت يأخذ من هذا الريع في المدرسة والطالب المتميز الذي هو بدرجة عامل ممكن يرجع إلى دولة يعطى من مال الوقف حتى ينشئ مدرسة شبيهة وصغيرة من المستنصرية لأنه فهم المنهجية العلمية والمنهجية الإدارية في إدارة المدارس ولهذا عندما تقرأ بالحجج الوقفية حجة المدرسة التنكيزية التي قد حققتها جمعيتنا تجد أن في الحجية الوقفية هي نظام أساس هي دستور وهي أنموذج كيف تقام المدارس الوقفية ويستمر معها الأداء والعطاء أكثر من 700 أو 800 سنة المدرسة المستنصرية كم قدمت قدمت مئات السنين لألاف الطلبة وإلى الآن مدرسة المستنصرية موجودة إلى حولة متحف في بغداد المستشفى النوري في بغداد عندما نور الدين زنكي قد غنم بعض الأموال من الفرنج فأراد أن يقيم مستشفى ويجعله وقف للأمة فأقام في هذا المال مستشفى النوري المستشفى النوري كان يعالج فيه أربع آلاف حالة يوميا المستشفى النوري يقول الشيخ علي طنطاوي رحمه الله في كتاب ذكريات أن المستشفى النوري كان يتبعه قسم للنقاها ويقول السباعي في رواع الوقف يقول كلمة أن كانت المريض الذي يعتعامل باليومية أو الذي يتقاضى باليومية بعد إجراء العملية يخرج إلى فترة النقاها في قسم النقاها المطل على أجمل بساتين دمشق وكان في قسم النقاها يعطى أجر 15 يوما حتى لا يضطر إلى العمل ما بعد أن يخرج من قسم النقاها ثم عندما أتى أحد الغربيين وأراد أن يدرس المستشفى النوري فعندما أراد أن يدرس الحالة من الداخل بدأ يكتب واستمرض عمل نفسه مريض حتى يكتب فعندما كتب في كتابه هذا أنه قد دخل مستشفى من أجمل البناء وكان من الغراب أن المستشفى ليس في حشرات لأن كان في الغرب كان المستشفى ومن الغراب الذي عاشه يقول وكان يعطى لكل مريض ملابس معقمة منفردة وكان يعطى سرير لوحده معقم وكان بعضهم في الغرب كان ينام على الأرض ويقول وأغرب الغرائب التي عشتها في هذا المستشفى خلال ثلاثة أيام استمرضت بها حتى أكتب من داخلي وإذا يعطى لكل مريض الزبدية يعني الأوعية التي تناسب المريض هذا يتكلم عن ما المقصود بالأوعية؟ يعني الزبدية التي تحفظ الطعام لكل مريض نوع من الطعام الذي يناسبه حسب الحالة الصحية حسب مرضه ثم يقول أنه كان من علامات شفاء المريض وهو يقول هذه من الطرف ومن الغرائب من علامات شفاء المريض أنه في قسم النقاهة يومياً يعطى صحن فواكه وأجمل فواكه يعني دمشق كما يقول الشيخ علي طنطاوي أن كانت مطلة على أجمل بساديين دمشق وكانت أغلب بساتين دمشق كانت وقف وكان من علامات شفاء النهائية أن يأكل دجاجة كاملة فهذا يجعل من الطرف ومن الأمور التي تناسب لحفظ كرامة المرضى المستشفى النوري بمصر كان يعمل شيء قرأت في حجية الوقف في المستشفى النوري أمرين استوقفها طبعاً كلها رواع وبداع وصناع الوقف لكن استوقفني أمرين الأمر الأول أنه كان المستشفى يسير كل شهر بحمولة 40 جمل للمناطق النائية يعني بمعنى دكتور أطباء بلا حدود قبل 800 سنة عندنا ويعالج المناطق النائية في النوبة ويصل إلى السودان ويصل إلى مناطق في أفريقيا من أجل معالجة الناس والقافلة مخصصة عشرة من الأطباء وعشرة من القسم الأدوية وعشرة من التعقيم يعني كانت حقيقة مستشفى متنقل كامل بكل أدواتي وبكل إمكانياتي 800 سنة هذه الحادثة الأولى الحادثة الثانية التي استوقفني في حجية الوقف أن الذي يعمل في مجال الوقف وخدمة المجتمع وأعيان الناس الذين هم وجلسوا لخدمة الناس من مشايق من علماء من عاملين في الأوقاف من نظار من قيم على الوقف لا يأتي للمستشفى المنصوري المستشفى يأتي أن يعالج في بيته له خصوصية لأنه يعتبر أن هذا حاجة المجتمع له عظيمة ومنفعته متعدية عن نفسه ليس كتاجر سكر المحل لو أغلق هذا الدكان قد يتضرر الناس لكن إذا دكان منتجات يشتري من دكان آخر لكن إذا كان هذا الشيخ وهذا الذي يحل مشاكل الناس ويقف على القضاء الناس ويجعل على حل كذلك فتاول الناس ويقف على كثير من مشاكل الناس وأمور المجتمعية فهذا هو الدور الحقيقي هذا هو الدور المجتمعي ثم انتقل الوقف في العهود الإسلامية إلى أن لم يبقي حاجة من حاجات الإنسان ولا هو من دون الإنسان إلا قد وفت هذه الأوقاف بمعنى كانت حقيقة في العهود الإسلامية رواع في الوقف كثيرة جدا بل أن الأوقاف في العهود الإسلامية امتازت في كل عهد من العهود بأوقاف خاصة فيه ولهذا حرص الواقف أن تكون أوقافه أكثر نفعا في زمانه يعني بحيث أنه كان يبحث عن ما هي حاجة الناس ثم يوفر هذا الوقف لحاجة الناس ليس هو يؤسس الوقف للوقف فقط ونعم هو الحاجة المجتمعية هو يريد القربة إلى الله تبارك وتعالى ويريد الأجل المستدام ولكن مع ذلك يريد أن يكون هناك بالفعل في حاجة مجتمعية لهذه الأقوة كما تحدثنا عن المدارس هناك حاجة مجتمعية للمدارس وللتعليم حتى قيل عن المدارس الوقفية سبحان الله الذي جعل ابن الوزير مع ابن الفقير على مدارس وابن الفقير وابن المسكين على مدارس على مقاعد الدراسة فكان يدرس وقال سبحان الله الذي قد أجلس أبناء المملوك مجالس الملوك يعني في أبناء المملوكين من التعليم الذي توفر لهم أصبحوا علماء فأصبحوا يجلسوا مجالس من؟ مجالس العلماء ومجالس الملوك من علمهم ومن مكانتهم العلمية من الذي وفر لهم؟ لو كانت مدارس خاصة بـ 50 ألف دولار و100 ألف دولار لا يستطيع ابن الفقير ولا ابن المملوك ولا ابن العبد أن يدرس أبناءه ولكن ماذا وفر التعليم؟ ولم يكن التعليم يمثل عبع على الدولة ولا على ميزانية الدولة لأن كانت التعليم كلها أوقاف أنا أذكر في بعض مدارس الدول العربية إلى أهد قريب في مدارس مصر ومدارس الكويت كنا نسمي مدير المدرسة ناظر لا نسمي مدير علما بأن المدارس كانت هي بناء الحكومة وهي كانت المؤسسات تتبع الحكومة وزارة التربية والتعليم لكن لماذا سحبت المصطلحات والمسميات الوقفية على المدارس؟ لأنه لم يكن يعرف التعليم إلا بالوقف ولهذا سميت المدارس سمي المدير ناظر ونائبه وكيل الذي يقف على الفصل عريف هذه كلها مصطلحات ومسميات وقفية لأنه كان لا يعقل أن تكون مدرسة خلاف مؤسسة الوقف وهنا فائدة دكتور مهمة جدا أنه ليس ألهم أن أوقف الوقف ولكن كيف أديم الوقف؟ كيف أضمن استمرارية الوقف؟ كيف أضمن ضمان التشغيل للوقف؟ ولهذا في كل العهود الإسلامية أنه كانت عندما يتكون هناك مبادرة خيرية مبادرة وقفية كتاب من الكتاتيب له أوقاف تصرف عليه سبيل من الأسبلاء لها أوقاف تصرف عليها كذلك مدرسة المدارس لها أوقاف تصرف عليها مؤسسة صحية لها أوقاف تصرف عليها مؤسسة تعليمية كل وقف له أوقاف تصرف عليه كل وقف من الأوقاف حتى الوقف الذي قيل أن قد خصص في المرج الأخضر بدمشق لخيول الجهاد التي هرمت حفظا لكرامتها لأن هذه الخيول قد قدمت خدمات جليلة للأمة أنها قد شاركت في الحروب وقد ضحضت الغزاء وواجهت الغزاء وكانت هناك أوقاف لتدريب الجنود على الفروسية وكانت أوقاف لتدريب الخيول على الإبداع في مواطن الصراع يعني الخيول أن تكون ليس كل خيل يستطيع أن يصمد ويقف ويقحم نفسه عندما تحتدم الجيوش والسيوف والرماح والنيران فكانت الخيول كذلك تدرب على أن تكون قادرة على الإقحام بنفسها وإقحام بمنفارسها بين صفوف الجند هذه أوقاف عندما قرأت عنها أحسست بعزة الإسلام كانت أوقاف أوقفت لتصنيع السلاح في الحروب الصليبية والتي استمرت لتقريبا 200 سنة أكثر من 199 سنة الحروب الصليبية بحملاتها التسعة والثمان هذه كل الحملات كانت هناك أوقاف قد أوقفت ليس فقط لتسليح الجند تصنيع السلاح تدريب الفروسية تدريب الخيول على الجهاد لكذلك مصانع أوقفت لتصنيع السلاح هنا كانت الشراكة المجتمعية ولهذا نرجع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتأصيله لفكرة الوقف ولمشروع الوقف ولفقه الوقف ولحضارة الوقف أن جعل الأوقاف ليست بيد الدولة تحت إشراف الدولة ولكن بيد المجتمع النضار حتى إذا ضعفت الدولة كما حدث في الحروب الصليبية هي التي أقامت على الأرامل وعلى الأسرة والتسليح الجند وتأهيئة الناس وتثبيت الناس على الدين كذلك تعزيز القيم في أنفسهم كذلك تعزيز روح الجهاد في أنفسهم وروح البدل وروح العطاء والدفاع عن الدين والدفاع عن الوطن والمقومات الأساسية قد قومتها الأوقاف ولهذا قيل أن الأوقاف قد بنت الحضارة أنا أقتنع أن الأوقاف بنت الحضارة بل أن المشروع الغربي دكتور عندما أراد أن يسقط الخلافة العثمانية في أهد الخلافة العثمانية وفي ذلك الأهد كما هو الأهد المملوكي قبل ذلك قد انتشرت الأوقاف أما في أهد الخلافة العثمانية انتشرت انتشار كبير جدا حتى للقارب الذي يغرق له وقف يصرف عليه حتى يعوضه البيت الذي يحرق له وقف الوقف للطيور الوقف للكلاب الوقف للقطط الوقف لمعالجة الدواب الأوقاف التي أوقفت في العهد العثماني أسميتها في أحد المقالات الأوقاف العثمانية من المهدي إلى اللح ترعى الإنسان من قبل الولادة إلى بعد الممات لماذا قبل الولادة لأن عندما تحمل الأم فإن القابلة التي تولد هذه المرأة هي من أموال الوقف هناك مركز وقفي يهيئ من الأمهات ومن الكبار المدربات التي تذهب للنساء حتى تقوم على توليد هذه المرأة ثم إذا كان فقير يعطوه المهد ثم إذا كان فقير يعطوه من الحليب حليب المرضعات ثم بعد ذلك إذا وصل يعطى الطعام خلال إذا كان بحاجة إلى أن يصل إلى الكتاتيب من عمر 5-6 سنوات الكتاتيب وقف إذا أراد أن يشرب من الماء وقف سبيل وقف من قبل الولادة إلى الممات المدرسة وقف المستشفى إذا أراد أن يتعالج وقف ودكتور هنا معلومة 60-80% من الأيد العامة التي كانت تعمل بمؤسسات الوقفية الدولة تبنى على كم قطاع ثلاث قطاعات إداريا القطاع الحكومي والقطاع التجاري والقطاع عيش الثالث والقطاع الخيري والوقفي والتطوعي وكان في عهدنا العهد السلامي القطاع الوقفي القطاع الوقفي كان يصل الأيد العاملة في القطاع الوقفي 60-80% انظر إلى كم نعاني الآن من هجرة إلى الغرب لأنه ليس هناك عمل لأنه 60% من الأيد العاملة قد فقدت فرص العمل لأنه قد ضيع القطاع الثالث ولهذا أنا أقول القطاع غير ربحي القطاع اللاربحي هو القطاع الثالث هو القطاع المجتمعي هو القطاع اللاربحي هو القطاع الخاص هو القطاع المجتمعي هذه تسمى هو القطاع الوقفي والخيري والمجتمعي والقطاع الذي لا يعني يرغب في الربح هذا هو الغلظ يرعى المجتمع مشاكل المجتمع يرعى حاجات المجتمع يرعى احتياجات التعليم احتياجات الصحة احتياجات الحياة الكريمة احتياجات حماية ثغور المسلمين احتياجات صد الهجمات من الفرق الباطنية لاحتياجات صد الباحية والمثلية والنسوية وكل هذه التي تفرض على العالم الإسلامي هذه كلها دور المؤسسات الوقفية المجتمعية التي تصد الحكومات لا تستطيع أن تصد حتى لو أتينا أنا قلت في أكثر من محاضرة أن حتى الفكر التكفيري والتفجير هذا هذا الفكر الذي خرج في الأمة وضيع في الأمة هذا لا تعالجه الحكومات لا تستطيع الحكومات تمسك وتسجن ممكن يتنامى هذا الفكر في السجون الذي يرعى هذا الأمر هي عقول العلماء الذي تضحظ وتناقش الشباب وتمنع مثل هذه الشبهات أن ترسخ في قلوب وعقول أبناء المسلمين أن هذا الدور عندما أنا أمثل لهذا فعل فعله ابن عباس رضي الله عنه عندما خرج الخوارج على علي ارطاء الصحابة أن يرسلوا من؟ ابن عباس نعم حتى يواجههم ويناقشهم اقرأ كتب السير تجد أن ابن عباس قال لهم بداية اسمع منهم ثم اسمعهم قال لهم ماذا تنقمون على علي أعطوني ما عندكم أنتو إيش ما عندكم ما أخذ على علي عندما تقرأ في كتب السير تجد أن الذي تحدث به لا يصل أكثر من فلت ساعة لكن بعثوا رجل حكيم فعندما سمع منهم لا ورقة ولا قلم ولا سكرتير يجاوبوا فجمع كل أفكارهم وكل شبهاتهم وعندما انتهيتم قالوا انتهينا كان عددهم أربع تلاف قيل في أحد الروايات بعد ذلك بدأ يرد عليهم ويبطلوا حجاجهم حجة حجة أو شبه شبه رجع معه في هذه الجلسة التي لم تستمر ثلث ساعة تحدثوا ثلث ساعة واجههم رجع معهم من أربع تلاف ألفين أنت حيت الآن إيش جعلتهم في صفي المسلمين وأهل السنة والجماعة فكر الخوارج هذا موجود في كل أمة من الأمة في كل أهد من العهود أقصد وفي كل بيئة من بيئات المسلمين موجود هذا الفكر الخوارج ويخرج علينا كل فترة من الفترات بأفكار باسم مختلف ويسمى باسم مختلف ولكن الفكر واحد الفكر واحد فكر التكفير وفكر التفجير وفكر الخوارج وفكر التبديع يعني مثل هذه الأفكار حقيقة هي التي تؤذي الأمة من الذي كان يواجهها دكتور؟ كان يواجه الفكر علماء الأمة علماء الأمة حتى يكون لسانه حر فكان لا يتقاضى إلا من أموال الوقف عندما دخل التتار على بغداد ونكلوا ما نكلوا حتى قالوا لن تقام قائما لأمة الإسلام بعد ذلك خلص امتهى بل ابن الأثير يقول سننعى أمة الإسلام خلص ما في إسلام بعد ذلك ممكن ولكن لا أريد أن أكتب ذلك خرج من علماء بغداد أربعمائة عالم ذهبوا إلى دمشق العالم لا يحسن إلا أن يكون عالم أو يدرس ويعلم المدارس الوقفية كانت في دمشق وحولها أربعمائة مدرسة وقفية ومعها سكن داخلي ومعها أوقاف تصرف عليها فقد استوعبت الأربعمائة عالم عراقي في المدارس وفرت لهم السكن وفرت لهم الطعام ورفت لهم المعاش وفرت لهم البيئة التي يدرسوا بها ماذا يريد العالم خلاف ذلك؟ هو يريد حياة كريمة له والإسرة أن يكون هناك بيئة يعلم الناس هذه من الذي وفرتها؟ من الذي قدم العلم؟ الآن المخطوط إلى الآن أكثر من المطبوع مع المفقود إجمعهم تجد أكثر من المطبوع هذه أمة علم من الذي رعى هذا العلم؟ الأوقاف لم ترى هذا الأوقاف كانت تأتي جيوش الفتح تفتح الفتوحات فأنا أسميتها اصطلحتها اجتهادا مني جيوش الدعوة التي كانت تأتي بعد جيوش الفتح جيوش الفتح تفتح من الذي يعلم الناس؟ من الذي يعطيهم سماحة الإسلام؟ من الذي يرقوبهم في دخول الإسلام؟ أصبحوا أهل ذمة لم يدخلوا إلى الإسلام إلا عندما عرفوا محاتنا الإسلام فكم من أهل الذمة قد دخلوا في الإسلام؟ فهنا يجيب أن يدور جيوش الدعوة لإكمال مسيرة في تعليمهم وفي ترجمة الكتب التي عندهم حتى نسفيدنا العلم هذه أيضا نحية علمية راقية جدا يعني عصر الترجمة الأوقافية التي رأت عصر الترجمة عصر الترجمة هي أن تأخذ ما عنده الآخر من علم ثم رأت كذلك المعلمين رأت فتحة المدارس فتحت للمسلمين الجدد حتى يدربوهم ويعلموهم أصبح منهم علماء أصبح منهم قادة أصبح من المسلمين الجدد هؤلاء الذين كانوا من أهل الذمة أصبحوا قادة للإسلام هذه كلها قد الأوقاف رأتهم والأوقاف وفرت لهم ولهذا كانت دولة الخلافة عليها حماية الثغور وصد الجبهات ومعالجة شؤون الناس هناك ديوان للطعام وهناك ديوان للإنشاء لكن لم نسمع عن ديوان للتعليم ولا ديوان للصحة لكن هذه الدوامين كانت تراها الأمة ولهذا أنا أقول دائما كلمة متى فقدنا التعليم عندما انتقل من الوقف إلى الحكومات ومتى فقدنا الصحة عندما انتقل من الوقف إلى الحكومات حتى في الدول الغربية أصبح الآن في مواعيد أسمع في السويد وفي بريطانيا تصل من 3 إلى 6 شهور حتى إجراء عملية حتى في الغرب كيف في العالم العربي والعالم العربي يعانوا ما يعانوا بل نسمع في العالم العربي من يموت على أبواب المستشفيات لأنه ما في عنده تأمين ولا عنده مبلغ أن يعالج فيه كانت الأوقاف ترعى الجميع إذن ماذا خسرنا بفقدان الأوقاف خسرنا الكثير الاستعمار المعاصر هو أكثر من عرف مواطن القوة في الأمة من مواطن القوة في الأمة الوقف الذي يحفظ الدين ويحفظ العرض ويحفظ المال ويحفظ كل ضروريات الخمس للدين الضروريات الخمس للإنسان حفظت هذه الأوقاف هما بدأوا يضعف الأوقاف في آخر الدولة العثمانية ويطعنوا في المؤسسة الوقفية ويشككوا في ذمم النظار وبعد ذلك أتى الاستعمار المعاصر الذي ألغى الأوقاف كما حدث في بريطانيا بريطانيا عندما تحت مسمى الانتداب على فلسطين احتلال فلسطين نزعت يد محمد أمين الحسين وهيئة الإسلامية العليا على الأوقاف وجعلت من هو يهودي يدير هذه الأوقاف وهذا قد كتبت مقال كامل عن هذا كيف ينزع أمناء الوقف ومضار الوقف ومجلس علماء المسلمين على الأوقاف التي هي جل أراضي فلسطين وقف وقرى فلسطين وقف وجعلوا عليها يهودي يدير هذه الأوقاف للاستحواذ عليها لأن اعتبروا حتى في الثمانية واربعين دكتور اعتبروا أن حتى الأوقاف المساجد ألف ومثين مسجد في مناطق الثمانية واربعين اعتبروها أملاك الغائبين واعتبروا الأوقاف تدخل ضمن قانون تشريع أملاك الغائبين الذي يحق لليهود أن يتصرفوا بها ولهذا تصرفوا بها حتى اعتبروا أن هذه المساجد ودور الأيتام وحولوها إلى مطاعم ودور خنة وحولوها وهدموا ما هدموا عندما أتى الاستعمار المعاصر على الجزائر وجد أنه قد احتلت دولة الاستعمار الفرنسي وقد نكل وعمل والناس تصرف إلى الآن عندما علموا أن الأوقاف التي تصرف ماذا فعلوا استحوذوا على الأوقاف أقول ما قبل ذلك قبل أكثر من 200 سنة من هذه الأحداث أو 150 سنة محمد علي باشا في مصر ماذا فعل؟ محمد علي باشا أراد كما قال أن يبني الدولة الحديثة يجعل منظومة الدولة الحديثة منظام الدولة الحديثة فأتى كان متأثر بالغرب ومتأثر بالفرنسيين وبالفريطانيين كما نعلم احتلاله للشام والقدس من 1332 هجري 1340 تقريبا ثمان سنوات قد ماذا فعله؟ قد نكل بالأوقاف أنا أقول لكننا نتحدث عن أوقاف مصر كان يقال عن مصر لا يجوع أحد في مصر ولا مشد الرحال إلى مصر وكانت الأوقاف نصف أراضي مصر الزراعية هي وقف تصرف على أصحاب الحاجات إيش اللي صار أراد أن يقيم دولة الحديثة عندما جعلوا منظومة الدولة وجدوا أن كثير من الأراضي وقف فأتى بمستشار اسمه سان سيمون فرنسي فأشار عليه سان سيمون أن الأوقاف كثيرة في مصر لماذا لا تجعلها بحوزة الدولة وتنزع عنها يد النظار ويد المجتمع فاستجاب له فنزعها عنهم طبعا في قصة طويلة بحاج إلى حرقة كاملة كيف نزع عنهم جيب وثيقة الوقف التي قبل 200-300 سنة بعضها فقدت ناس فلاحين ناس بسيطين لا يحفظوا هذه الوثائق ولهذا أقول جمعيتنا تعمل على توثيق هذه الوثائق فعندما وجدوا أن هناك ثغرات الذي لا يجيب هذه الأوراق تكون الأرض بيد الدولة بساتين يقول محمد محمد الصالح في كتاب رسالة الدكتورة قرأتها من سنوات كاملة عن أوقاف مصر يقول أن محمد علي باشا رأى سوء ما فعله في حياته خلال خمس سنوات المزارع والأوقاف الذي انتزعها ونزعها من يد الأمناء وجعلها بيد موظفي الدولة وبين قسين سراق إلا مرحم الله فقيل أن هذه البساتين أصبحت لا تخرج ولا تفي بأجرة ناطور الوقف يعني أصبحت حتى المزرعة ليس لها حارس البناية الوقفية ليس لها حارس إيش تكون؟ تكون مكان للفساد والإفساد ولا السرقة فقيل أنه قد أساء للأوقاف وضيع ولهذا لإلى الآن أقول في مصر يعاني أهل مصر من ضياء هذه الأوقاف ثم أتى الدولة الحديثة الدولة القومية والناصرية والبعثية والدولة التي صارت مع بعد الخروج السعمار وجد من الأنظمة التي تناسبه حتى لا يرجع الإسلام فوجد هذه الأنظمة قد نكلت بالأوقاف كما هو نكل بالأوقاف ضيعوا الأوقاف الأهلية لغوها ثم ضيقوا على الأوقاف ولهذا تشريعات الأوقاف في دولنا إلا ما رحم الله إلا القليل تشريعات تحفظ الوقف ولكن التشريعات الآن تحفظ الوقف ولا تنمي الوقف حتى قال لي أحد المسؤولين في أحد الدورات وأنا في دولة من الدول قال لي لماذا الناس تقف الآن قلت تقف في الناس لأنها تريد أن تحفظ المال الذي عنده أولاد وعنده مال ويحس أن أولاده ممكن من بعده يضعفوا ولهذا كان الصحابة أكثر أوقافهم في مكة كانت مخصصة لأبنائهم وأبناتهم كما قال عبدالله بن الزبير أما هذا وقفي في مكة فهو للمردودة من بناتي جعله من الضعفة المردودة أما المطلقة أو التي تغفى عنها زوجها أرملة فهذه الأوقاف كانت لحفظ كرامة الأبناء فكانت الناس توقف بيت من البيوت تقول هذا بيت الأسرة وقف يتولاه ويرعاه الصلحاء من أبنائي وأحفادي الصلحاء منهم فهذا الوقف حتى يجمع الوسرة ولكن بعد الأوقاف الناس كانت توقف لحفظ المال فقال لي طب ناش لماذا توقف الآن لماذا لا توقف الآن فقلت له لحفظ المال والله لأحد المسؤولين فقال لي فسل لي يا شيخ إيش تقصد أنت قلت هناك كانت توقف لحفظ المال في السابق أما الآن الناس لا توقف لحفظ المال قلت له لأن الداخل مفقود والخارج إيش مولود طيب دكتور لو نتحدث حول أهمية ودور الأوقاف يعني ما هو الدور الذي تلعوه الأوقاف في تنمية المجتمعات الإسلامية من ناحية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا كيف يمكن للأوقاف أن تسهم في تعزيز الاستدامة والتنمية المستدامة في العصر الحديد نعم تفضل حقيقة أن الوقف له دور أساس في التنمية كون أن كثيمة العواصم الإسلامية كانت أغلب الأسواق وأغلب الخدمات هي وقفية نعم لو تحدثنا بداية عن الكتاتيب والمدارس والصحة تحدثنا فيها فيما سبق لكن لو تحدثنا كذلك على الأسواق الأسواق كانت جلها أسواق وقفية يعني العواصم الشام القاهرة القدس كثيمة العواصم فاس هي أساسا مؤسسات يعني كانت البناء والأسواق والمسجد والمدرسة ونواة العاصمة هي كانت وقف ونواة المدينة وقف ولهذا حافظت على استقرار الأسواق بماذا؟ لأن هي مملوكة لمؤسسات وقفية فكانت ترعاها رعاية دقيقة جدا من حيث الإعمار ومن حيث عدم الجشأ في قضية الرفع المستمر الذي لا يجعل هناك استقرار للسوق وديمومة التاجر كانت تحافظ على التاجر تحافظ على أجر المثل لهذا الوقف تحافظ على أن لا يتملك أحد هذا الوقف أو أن لا يغير من معالم هذا الوقف لكن كما قيل في العهود الإسلامية أن الأوقاف قد ساهمت في استقرار كثير من العقارات وكثير من المباني وكثير من المنشآت سواء كانت خدمية أو عقارية تجارية أو أسواق أو خدمات هذه حقيقة كان لها دور في التنمية كذلك الأوقاف لا تنظر إلى قضية الطمع والجشأ الموجود في القطاع التجاري أنا أريد أن يضخم الأرباح على حساب السوق وحساب المتغيرات وحساب المجتمع وحساب سعر السلع في الأسواق الذي ستعود بالسلب على من يشتري على المستهلك الأوقاف جعلت استقرار ولهذا هناك الدولة تدار في ثلاث قطاعات في قطاع حكومة وقطاع تجاري وقطاع وقفي القطاع الوقفي ساهم في توازن القطاع التجاري يعني أن نخلل القطاع التجاري يضطر أن يتوازن على سبيل المثال كانت هناك في أسواق وقفية تؤجر الدكاكين وريعها للوقف فكان إيجارها بأجر المثل كذلك كانت هناك كثير من المؤسسات هي وقفية فلا ترفع الأسعار حتى تضر في النهاية تضر المستهلك أو تضر الساكن الأوقاف جعلته استقرار في كل مكونات المجتمع لو كان عندنا مدارس وقفية نعم هي تستقبل هذه المدرسة وقفية ليست كل شيء بالمجاني الوقفي لكن ممكن يكون الوقف بستان وقف يبيع المنتج والمنتج يعود على من وهو موقوف عليهم ممكن يكون مبنى عمارة من العمارات تؤجل من أراد إيجار السكن وإرادة أن يسكن بإيجار معقول لا يرفع الإيجارات بشكل كبير جعلت استقرار للأسر نعم إذن كما قيل أن الأوقاف عالجت التغيرات وجشع التجار ولهذا عندما يكثر المؤسسات الوقفي إذا صار عندنا مخبز وقفي يبيع الخبز بسعر معقول بجودة عالية بعدم استخدام مواد مضرة للصحة هذه أيضا فكرة جديدة نحن نريد أن نعيد هذه الأفكار الآن أنا أشجع المؤسسات الوقفية والخيرية أن يكون عندها مشاريع إما ينتفع من عينها أو ينتفع من ريعها بمعنى أنا ممكن أعمل مبنى من المباني وأجعل وقف مدرسة وقفية لأبناء الفقراء أو الأيتام هذه خلاص حددت لفئة معينة لكن ممكن أجعل مدرسة وقفية ولكن تستقبل أبناء المجتمع وتدرس بأفضل مناهج تدريسية ومخرجات جيدة في انتقاء المدرس انتقاء المناهج انتقاء البيئة التعليمية القيم التي تغرسها هذه المدرسة في المقابل عليها رسوم على أولي الأمر رسوم لكن هذه الرسوم رسوم معقولة وليست مبالغ فيها كما نرى في المؤسسات التجارية الربحية وهي عالجة لماذا تسمى المؤسسات اللاربحية لأن حتى الأرباح في المؤسسات الوقفية تعود إما على الموقوف عليهم بالنفع أو على أصل الوقف في النماء وهذه حقيقة يعني فلسفة وفكرة حقيقة تحققت منذ القرن الأول في قضية رعاية الأوقاف واستمرارية الأوقاف وديمومة الأوقاف وكذلك خدمة الأوقاف لفئات المجتمع والتي لم تبقي حاجة لدرجة أن في العصر الأموي هناك قد أوقاف أوقفت لأصحاب الحاجات المعاقين والضرير الذي من يقوده إلى المسجد أو يقوده إلى السوق الإنسان الأبكم الذي يستطيع يعني كل حاجة من حاجات الناس جعلت لها رعاية لم تبقي الناس وهذه الرعاية ممن؟ من الواقفين لهذا على المؤسسات الوقفية أن تبحث عن حاجة الناس وأن لا يكون عملنا تكرار وأن يكون عملنا هو تجديد والتجديد المقصود في أني أبحث عن الحاجة الفعلية وأرعى هذه الحاجة بأسس صحيحة ويستمر هذا العلاج ليس هدفي أن أقيم مؤسسة خيرية ليس هدفي دكتور أن أقيم قناة فضائية قيمية ليس هدفي فقط أني أبني مؤسسة تعليم لغة عربية بعد فترة من الفترة أقول أغلقت المؤسسة لعدم وجود تبرعات أو ديمومة استمرار في العهود الإسلامية كلها لم يكن عندنا هذا الأمر حتى في العهود القريبة كانت كل مبادرة خيرية مبادرة تطوعية فائدة للمجتمع كان لها أوقاف تصرف على هذه المبادرة لدرجة أني شفت بعض الدول أن كان لها أوقاف تصرف عليها يعني ما إنسان يعمل وقف إلا لهذا الوقف أوقاف تصرف عليه لأما أنه ينتفع من عينها أو ينتفع من رأيها على سبيل المثال في الكويت كان في السابق أن كل وقف مسجد كان له دكاكين تصرف على المسجد راتب الإمام وراتب المؤذن والمستخدم الذي يعني العامل الذي ينظف المسجد ويرعى المسجد كان يقف لهذا المسجد دكان أو دكانين في المنطقة المركزية السوق المباركية المنطقة المقرزية الأساسية الآن إيجار الدكانين بما يعادل 15 ألف دولار بالضبط وحتى يعني هناك مسألة فقهية أن شرط الواقف كنص الشارع في الأخذ والاعتبار إذا أردت أن أتقيد بشرط الواقف الذي أوقف الدكانين للصرف على مسجدي فأني سأضطر إن أعطى الإمام والمؤذن راتب 15 ألف دولار وهذا راتب كبير جدا يعني يظاهي راتب وزير فعندما أتت الفتوى إلى اللجنة الشرعية بالأمانة العامة للأوقاف أجابوا بأن يعطى أجر المثل حسب ديوان الخدمة وحسب وزارة الأوقاف كم يأخذ أجر المثل والفائض يوضع فيه مصر فيه الأئمة والمؤذنين ولهذا الأوقاف التي أوقفت على المساجد الآن ترعاه الأمانة العامة للأوقاف ولله الحمد هذه الأوقاف التي أوقفت للمساجد الآن بعد هذا النماء لها أصبحت تفي بحاجة أكثر من 1300 مسجد الحاجات كاملة من رواتب ومن ترميم كلها من الأوقاف ولهذا الأوقاف هو مبارك في أوقاف سعد بن عبادة وقفه في شذرات الذهب يقول ابن عماد الدمشقي كان ناظرا على وقف سعد بن عبادة في القرن العاشر كيف السمر عشر قرون وهي ترعى هذه الأوقاف فالوقف يستمر وقف المسجد الأقصى المصلة الجامع في المسجد الأقصى بناء عبد الملك بن موران الذي أكمله الويد بن عبد الملك المساجد في العصر الأموي الذي امتاز بالعمران وامتازت الأوقاف بأنه كما هو المدرسة المستنصرية المستشفى النوري أوقاف المغرب العربي كانت تعمل على أفضل ما يكون ويتقى الله سبحانه وتعالى في قضية عمارتها وبنائها حتى تستمر وتأتي يعني فائدتها لأكثر من ألف سنة وهذا الذي حدث هذا هو النماء الحقيقي نحن عندنا مشكلة الآن دكتور أن كثير من المؤسسات الخيرية المبادرات التطوعية المؤسسات الوقفية هي ترخص مؤسسة وقفية لكن ما هي الأوقاف التي تصرف على هذه المؤسسة؟ ليس هناك أوقاف في بعض الدول يقول اعطيني الوقف حتى أستثث لك مؤسسة إدارية وقفية لرعاية هذا الوقف الأصل أن يكون عندك وقف لمسمى وقف أن تكون ترعى الأوقاف أو تدير الأوقاف أما ترعى الأوقاف في عينها أو تدير الأوقاف في قضية ريعها وتوزع الريع بعد أن تفي بحاجة الوقف أساسا وديون الوقف ورواتب العاملين في الوقف ثم تؤدي المبالغ التي هي للمقوف عليهم ولا تجحف إحداهم على الآخر من هذه البنود الأربعة أو الخمسة التي حددها علماء الأمة في التصرف بريع الوقف ولهذا الوقف له أحكام عديدة جدا وفقه النظارة لوحده وقد أنفت فيه مجلدات لأن الرأي الصحيح أن الدولة لا بد أن يكون كما هي الحكومة ترعى أملاك الحكومة أن يكون كما كان في الحهود الإسلامية فيه هناك مصطلح الإرصاد أن يقططع الوالي والخليفة والحاكم أرض معينة أو أوقاف معينة أو شيء ببلك الحكومة ويجعله بحكم الوقف وهو ليس بوقف سمي الإرصاد الإرصاد شروطه في التغيير أسهل من الوقف ولكن يبقى يدار كوقف يدار كوقف الإرصاد الإرصاد الجميل في الإرصاد نريد أن نحيي مصطلح الإرصاد ومفهوم الإرصاد وتطبيق الإرصاد لأن الإرصاد هو ضمان للأجال القادمة لأنه لا يدار بنفس الطريقة التي تدار فيها المؤسسات الحكومية فهو يدار بطريقة جديدة بطريقة أخرى يعني مستمدة من فقه النظارة وفقه الوقف لكن ممكن في المستقبل أن يغير في شروطه أسهل من تغيير الوقف يعني على سبيل المثال لو كانت هناك مدرسة قد أوقفت وأرادنا أن نحولها إلى شيء آخر لا بد أن نتقيد بشرط الوقف لكن إذا كانت هي إرصاد فممكن يرجع بذلك أيضا للدولة في قضية التغيير فهي أخف في قضية التغيير أيضا لها فقه ولها دراسة أنا أعرف أحد الإخوة من الكويت دكتور قد كانت رسالة الدكتوراه في جامعة أم القرى عن الإرصاد وقد راجعني في كثير من مباحث الإرصاد وأخذ الرسالة وهو الآن معين في جامعة الكويت من الهيئة التعليمية في جامعة الكويت فحقيقة الإرصاد باب عظيم في حماية المال وحفظ المال لأجالي القادمة ومشاركة المجتمع في إدارة هذا المال أيضا مشاركة المجتمع نعم هي حقيقة رعاية الأوقاف من الدولة هي رعاية قضاء ورعاية رقابة لكن أن تترك حيز للمجتمع أن يدير الصناديق الوقفية بالأمان العام للأوقاف أيضا في شراكة من شخصيات مجتمعية أن تدير هذا الصندوق حتى تشرف عليه وتدير ولهذا ظهر الآن في الأولى الأخيرة مصطلح مصطلح بدأ أيضا يسري على القطاع الثالث قطاع الخيري والوقفي والتطوي ألا هو مصطلح الحوكمة هل أن المؤسسة الوقفية تحوكم وهل نطبق مبادئ الحوكم على المؤسسة الوقفية حتى بالفعل نقيم مستوى المؤسسة فالمؤسسات في الأول كانت يتكلم عن قضية الرقابة وعن قضية الآيزو وقضايا أخرى لكن أصبحت الحوكمة هي التي شملت كل نظام الرقابة والتوجيه بطريقة فاعلة وأنا أقول أن مبادئ الحوكم هي مبادئ غربية وأريد أن أحقق الشفافية والعدالة والمساواة والمسائلة وأقول مبادئ التسعى للحوكمة وأنا أدرب في مبادئ الحوكمة لكن أنا أقول وجهة نظري أن القواعد الفقهية والضوابط الفقهية التي نص عليها علماء الأمة في الأعمال الوقفية هي أفضل دستور وأفضل مبادئ لحوكمة المؤسسات الوقفية ولهذا جمعية الدراسات والتنمية الوقفية التي نحن الآن في رحابها قد أخرجت كتاب أسمها الضوابط الفقهية في الأعمال الوقفية والذي جمعنا فيه كل الضوابط حسب أبواب الأعمال الوقفية وهذه الضوابط في باب الصرف في باب الجمع في باب الموقوف الموقوف عليه وهذا حقيقة حتى تضبط إدارة المؤسسات الوقفية وتضبط الصرف حسب الضوابط الشرعية لأن هناك الضوابط الشرعية شرط الواقف كنص الشارع في الأخذ والاعتبار مسائل كثيرة جدا في مسائل الأوقاف جمعنا فيها تقريبا مئة ضوابط من الضوابط التي تضبط الأعمال الوقفية ليست كلها في باب واحد قسمناها على 12 بابا إن شاء الله بعد ما ينتهي اللي كانوا حاولنا جولا في هذه الكتب نعم ضوابط الوقفية نعم ذلك هذا هو الكتاب الضوابط الفقهية الضوابط الفقهية للأعمال الوقفية نعم إن شاء الله نأخذ كتاب كتاب ويعطيني نفذة مختصرة نعم هذا حقيقة إن لا بد أن تدار المؤسسات الوقفية إدارة حكيمة إدارة رشيدة إدارة نأخذ بالضوابط الشرعية نأخذ بالأحكام الشرعية للنظارة للوقف نبدأ في فكرة الوقف نبدأ في قضية كيف نصيغ حجية الوقف بطريقة صحيحة كيف تستوفي حجية الوقف ضبط الوقف وحماية الوقف ورعاية الوقف نتحدث في هذه الضوابط تحدثنا كثير عن القواعد والضوابط في حفظ الأموال الوقفية يهمني أرعى الأصل إذا لم يكن هناك أصل وقف إذن ما فائدة كل هذه الأحكام الأصل هو الذي يرعى بداية أصل الوقف ويرعى كذلك فوائد هذا المخرج لهذا الوقف هذا يعني مبدأ من مبادئ أساسية في إدارة المؤسسات الوقفية هناك مبادئ تندرج حتى في الحوكم عندما نريد أن نطبق الحوكم على المؤسسات الوقفية نسألهم ليس الحوكمة فقط من الحوكمة نسألهم من الحوكمة نسألهم عن أين عندكم إدارة المخاطر أين دراسات الجدوى الصحيحة لماذا اخترتم هذا المشروع عن هذا المشروع لماذا صرفتم هذا الرعب بهذه الطريقة ما هي الجدوى هناك إدارة مخاطر دراسة جدوى تحسين مستمر هناك التنمية المستدامة التنمية المستدامة كل مؤسسة وقفية لا بد أن يكون في مخصصات 5 إلى 10% من ريعي هذه المؤسسة أن يكون للتنمية المستدامة يعني أنا الغريب في الأمر عندما أرى مؤسسة وقفية ترعى حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وحفظة كتاب الله تبارك وتعالى وتعمل بالسوق إلى 20 سنة وعندها تبرعات كبيرة جدا خاصة يعني التبرعات في أي دولة في أفقر الدول العالم التبرعات لحفظ كتاب الله وتدريسه تبرعات موجودة تفي بالغرض عندما تجد أن المؤسسة تشتغل 20 سنة وإراداتها عالية جدا وعندما تسألها عن أن التنمية المستدامة وديمومة هذا العمل يقول لك على المتبرعين فأقول لهم إذا سنة من السنوات المتبرعين يعني توقعوا المتوقع ممكن المتوقع كالواقع كما هي قاعدة ذكرتها فإذن كيف تتوقع إذا صار عندنا كورونا مثل حدثت وابئة جاحت كورونا ثم عندما تحدث حوادث معينة في دول معينة ما هي ضمان الاستمرار ينقضع التنويل إذا كان عندك أوقاف يستمر التنويل إلى الحد الأدنى نقول يعني على الأقل الاستمرار هذا على الحد الأدنى الذي يبقي لي الهيكلية الأساسية موجودة ولهذا عندما نتحدث عن التنمية المستدامة نتحدث عنها بدقة وأن كيف أن مؤسستي أنا أستطيع أني أجعل معايير ومؤشرات هل عندي تنمية مستدامة والتنمية المستدامة تكون بالأفراد وتكون بالمناهج وتكون بالبقرات وتكون في الإرادات وتكون في الاستثمارات وتكون ليس التنمية المستدامة فقط بالمال أنا التنمية المستدامة عندي كادر أنا إذا دخلت على مؤسسة المؤسسات من الأسئلة الأولى التي أسألها أنت كم سنة لك في هذه المؤسسة إذا قال لي أكثر من عشر سنوات عرف أن المؤسسة فيها نوع من الاستقرار حافظت على بيئة معينة ونستقر عند هذا الموظف 10-20 سنة وعندما تفتخر بعض المؤسسات أن هذا الموظف بقى عندنا 30-35 سنة إذن هذا جعل له البيئة أن يستمر وهذه البيئة متنامية وليست من البيئة الطاردة والتي كل سنة أغير مدير وأغير أهداف وأقول لك حقيقة أن لست مبالغا إذا أقول أن 90% من المؤسسات الوقفية والخيرية هي بدأت بأهداف وآلت إلى أهداف أخرى لم يتقيدوا بالأهداف وحقيقة من يعمل بصدق لمخرجات تخدم المجتمع هم قلة من المؤسسات عمل دراسة على أحد الدول وجدت أن تقريبا أكثر من 80% من المؤسسات المرخصة بعضها رخصت ولم تفتح مقر رخصت ولم تعمل 80% هذه إخرجها درست 20% 80% دكتور هي ليست بالمجتمع 20% بدأت أقيم 20% من من 20% التي تعمل لم أجد 5% تعمل بمخرجات بالفعل تخدم المجتمع ولهذا الغرب عندهم القطاع الثالث قطاع متنامي هم حاربوا القطاع الثالث عندنا وحاربوا قطاع لأن الدولنا تدار بقطاعين القطاع التجاري للحكومة والقطاع التجاري ولهذا عندنا بطالة عالية جدا لأنه في قطاع ثالث أساس كان يفي أهمل بل حورب وحورب ولكن في الغرب يتنامى إرادات في أمريكا للقطاع الثالث تصل آخر إحصائية 430 مليار آخر إحصائية من سنتين ما أعرف إذا الآن قد زادت يعني عن 340 مليار في أمريكا لوحدها مليون ونصف مؤسسة مجتمعية سواء كانت لا ربحية ترعاها الدولة لأنه تخفف الأعباء على الدولة معالجة المرضى النفسيين معالجة بعض الاكتئاب معالجة بعض المشاكل الفكرية معالجة بعض الظواهر السلبية في المجتمع الحكومات لا تستطيع أن تعالجها الذي تعالجها مؤسسات المجتمع هي أجدر وهي أقوى في معالجة المظاهر السلبية في المجتمع ولهذا بعض الدول الغربية ترعى المؤسسات وتعطيها الدعم من أجل رعاية هذه المؤسسات المجتمعية التي تخرج الإنسان من الاكتئاب من بيته إلى أن يخالط المجتمع لماذا يعانوا في الغرب نحن الحمد للعندي أنا مساجد أصلي خمس صلوات في اليوم أجتمع مع الناس أصلم على جاري أصلم على إمام المسجد وأتحدث مع هذا وأنا ذاهب إلى المسجد وأنا خارج من المسجد أقول هذه نعمة هذه نعمة حتى في يوم العطلة أنت تستطيع أن تقابل الناس لكن في الغرب هو خاصة في أوقات البرد والشتاء هو انعزل في بيتي ولعلك رأيت هذا كثيرا فهم عندهم مشكلة نسبة الاكتئاب في بعض الدول يصل في فترة الشتاء سبعين بالمئة والحمد لله في عالمنا الإسلامي مع كل هذه المآسي الاكتئاب قليل جدا الحمد لله يعني نعاني لكن كيف نعالج مشاكل المجتمع ولهذا وعى الغرب كما كانت العهود الإسلامية في السابق هي التي تعالج مشاكل المجتمع الذي يعالج مشاكل المجتمع هو المجتمع علماء المجتمع علماء الأمة أهل الحل والعقد كم رواية يقولك أهل الحل والعقد كم أمر يقولك عند أهل الحل والعقد من هم أهل الحل والعقد نعم هم الحكام نعم هم العلماء هم أصحاب الرأي هم أصحاب الوجهة هم أصحاب ولهذا كانت من الأوقاف رواعي الأوقاف الجميلة أوقاف أهل الأقدار أهل الأقدار إيش المقصود فيها أن لعل عندك عالم من العلماء جلس يعلم الناس وأتوه زوار يضطر أن يعزمهم ويضطر أن يضيف ويضطر أن يوجب هذا ويضطر أن يبيت هذا عنده في الديوان أو في مقر للتعليم هناك مصرف هو ليس عنده قدرة فهناك من أوقف للعلماء وللوجهاء أوقاف تصرف عليهم لتفي بحاجاتهم أمام الأعيان الذي يأتوهم لأن هذا كبير المجتمع كنا في مثل عند العرب إلا ماله كبير يأتي بكبير العائلة تحترم الكبير وتقدر الكبير وتوجه الكبير حتى في طلب الزواج حتى في قضية المشاكل الكبير له وجاها والكبير هو وجه العائلة فهنا كيف تقدر هذا الكبير لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقواما من الناس بمعنى الحديث يعني الله سبحانه وتعالى قد خصهم لمنافع الناس يقرها فيهم ما بدلوها فإذا منعوها منعها عنهم وحولها إلى غيرهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم الخازن الأمين الذي يعطي ما أتمن عليه كاملا موفرا طيبة به نفس أحد المتصدقين فإذا أتمنت على مال وقف أو ريع الوقف ثم أديته لمن هو قد حدد لك الواقف فأنت والمتصدق سواء في الأجر إن المسلم الخازن الأمين هذا رغبة الأمين إن لله أقواما الحديثنا من النص الصحيح إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع الناس يقرها فيهم ما بدلوها يحفظها لهم هذه النعم إذا أنت تعي حاجات المجتمع وتفي بحاجات المجتمع وتقف لحل مشكلات المجتمع وتعليم المجتمع وتوجيه المجتمع ورعاية الحاجات إن لله أقواما اختصهم بالنعم أبقى عليهم النعم وحفظ لهم النعم وأضفى عليهم النعم لمنافع الناس تبقى هذه النعم يقرها فيهم ما بدلوها فإذا منعوها أغلقوا أبوابهم عن الناس نزعها عنها عنهم وحولها إلى غيرهم والله يا دكتور قعدت أيام وأنا أقرأ في شروح الحديث هذا نعم إني يعني علماء الأمة يعني استكبرت فيهم هذا العلم كيف قالوا أن كل من وقف على حاجات الناس يضف عليه النعم والراحة النفسية والرضى من الناس والرضى في الدنيا والسمعة الطيبة في الدنيا والرضى عند الله تبارك وتعالى يقرها فيهم ما بدلوها فإذا منعوها حولها إلى غيرهم نزعها عنهم يعني امتزعت انشغل بأمراضي انشغل بأولادي انشغل بأموالي انشغل بدابته انشغل بزوجته يعني يشغله لكن كم من إنسان وقف على حاجات الناس قد الله سبحانه وتعالى أبعد عنه كثير من الإشغالات وكثير من الأمور قد سهل له هذا الأمر أنا أذكر لشيخ حفظه الله من تقريبا أربعين سنة بداية عمري عندما بدأت أعمل في العمل الخيري متطوع معهم قال لي كلمة والله لا أنساها إلى اليوم أتذكرها قال لي شوف يا أخي شوف يا ابني إذا عملت في حاجات الناس تدريس وتعليم ووقوف مع الحاجات ومع الأرمل ومع المسكين ومع هذا في كل شيء حتى التوجيه حتى دال تدله على المكان تدله على الطريقة كن باذلا فالله سبحانه وتعالى يوفقك في كل حياتك حتى في حياتك الأخروية توفق للطاعة توفق للقراءة توفق للحب الناس توفق لحبك للناس المسلم يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف فهذه حقيقة وجدت أن النفع المتعدي أفضل بكثير في الأجر وفي النعم من العمل الذي يكون لنفسي فقط وهذا باب الإيثار وهذا باب قضية الخبيئة وهذا باب العمل للآخر وهذه أعمالنا جلها هي خبيئة تكون بينك وبين الله في منفعة الآخر ولهذا من كان في حاجتي أخي كان الله في حاجتي وهو حديث كثير جدا الله يبارك الله فيك ثم ننتقل الآن إلى التحديات ما هي أبرز التحديات في مجال الأوقاف التي واجهت حضرتك كخبير في هذا المجال كيف استطاعت أن تحول الخبرة الفعلية والعملية لتحويل المحن إلى منح استثمار هذه الصعاف المؤسسات الوقفية التي كنت تترأسها وتشرف عليها نعم حقيقة التحديات هي على جميع المؤسسات والقطاع الخيري كله والقطاع الوقفي حقيقة يعيش تحديات وبداية هي تحديات غربية محاربة القطاع الثالث حقيقة نحن نعاني أيضا إلى الآن من مؤسسات من دول الكبرى والعالم الغربي ووزارة الخزانة وكذلك كثير من الاتهامات حقيقة الغير مبررة للقطاع الخيري والقطاع الوقفي حتى وصل الحلقات تحفيظ القرآن وصل إلى كل من يعني يعزز القيم الإسلامية بين أبنائنا وبين النشئ وكذلك يعني هذه التحديات خارجية ولكن هذه التحديات لا بد أن يبقى العمل وهناك في تحديات داخلية التحديات الداخلية المرتبطة مع الغرب أصبح أي مال يجمع لأموال القطاع الثالث عند البعض بل الأكثر يعني يشكك فيه ويراقب بشكل دقيق نحن مع المراقبة مع الدقة ولكن لا نتهم بالإرهاب يعني في مثل هذا الأمر ولكن للأسف أصبح القطاع الثالث أيضا مقروم بالإرهاب ونحن نعلم أن القطاع الإرهاب الموجود الذي يدعمه يدعم من قوى كبرى ويدعم من طرق كبرى وكل هذا ونحن باحثين ودارسين ونعرف ذلك يعني لكن أن يتتهم القطاع الثالث الذي يعلم في كتاتيب والذي يعلم في مركز تحفيظ قرآن أو في حلقة يتهم في هذا الاتهام هذا شيء يعني حقيقة لا يعقل هذه هي حقيقة من بعض العقبات التي نعانيها لكن في عقبات أخرى كثيرة جدا هو تشريعات للمؤسسات الوقفية التشريعات إلى الآن في كثير من الدول في حفظ المؤسسات الوقفية لا بد أن أريد إذا أردت أن أنشئ مؤسسة وقفية أن يكون هناك نظام يرعى ويحفظ هذا الأمر يحفظ هذه المؤسسات أن يكون هناك منظمة عندها من الأسس وعندها من اللوايح وعندها من النظم وعندها من الدراسات وعندها من الرسالة والرؤية والأهداف والأمور التي ستعملها آلية العمل حتى ترعى هذه المؤسسات يعني عندنا مشكلة في الخارجية ثم مشكلة في قضية التراخيص ولكن الحمد لله في دول التراخيص كلها موجودة وما في عندها إشكالية لأن في بعض الدول اضطروا أن يعملوا المدارس الوقفية بأسماء أشخاص لكن إذا توفي شخص فيصبح لورثته حق فيه فهذا إشكالية أخرى كذا كيف تجعل هناك مخرج لا بد من يعني استشارة مجلس محامين وأن تكون هناك هيئة استشارية تطوعية وقفية أن تكون هناك عندنا وقف يصرف على من يعطي الاستشارة للمؤسسات الوقفية أيضا هذه فائدة أيضا جديدة لأن لا أريد أن أفكر لوحدي وأريد أن تكون هناك منظومة لرعاية هذا القطاع ثالث القطاع المجتمع الذي يرعى الأسرة ويرعى الفقير ويرعى الطالب ويرعى الدارس ويرعى الفكر ويرعى الدين ويرعى الصحة ويرعى كل مقومات والنسل والزواج لأن كانت الأوقاف العهود الإسلامية أوقاف الزواج للزواج هي متوافرة وعندما أبحث فيها كامل جدا عن الزواج حتى كان يوفروا صالات لمن يريد أن يتزوج بالمجان وفنادق لمن يريد أن يبقى بالمجان نزل ونأجل حتى الضرير والفقير لا بد أن يُعطى لي يزوج حفظا للأخلاق وحفظا للنسل وحفظا للأعراض وحفظا للدين في مثل هذا الزواج هذه حقيقة التي هي التحديات نعيشها التحدي الآخر نعيشه في الداخل المؤسسات الوقفية أني أرى وأكرر ذلك أن كثير من المؤسسات هي عبارة عن يعني مؤسسات متشابهة في الأهداف متشابهة في الأعمال متشابهة في المخرجات متشابهة في كثير من الأمور ما هي المؤسسات المتميزة التي بحثت عن الحاجة ورعت هذه الحاجة بإيطارها الصحيح وبتخصصها الصحيح وليست أتشعب بشكل كبير أنا وجدت مؤسسة تريد أن تدرس اللغة العربية في دولة ما وتعزز اللغة العربية في بين أبناء فتقين تدرس اللغة العربية بأفضل النظم وأفضل الطرق وأفضل الوسائل وأفضل المخرجات وأفضل المدرسين ولا بد أن تكون لها أوقاف تصرف عليها حتى أحفظ كرامتهم بمعنى أن إذا كان عندي المدرس المقتدر في هذه المؤسسة يأخذ راتب على سبيل المثال على سبيل بما يعادل ألف ألفين دولار فأنا ما أتي في مؤسسة خيرية أو مؤسسة وقفية أعطي مئتين دولار وأقول أريد أنه مخرجات هو يبحث عن عشر أعمال أخرى وليس عمالين حتى يفي بحاجتي إذن هذه الأمور كلها لا بد أن نعي بالضبط ماذا نريد من الهيئة التدرسية ما نريد من المقر الصحيح الذي يحفظ الأبناء يعطي وسائل جديدة أنا أسعدتني عندما قلت ستعمل وقف للذكاء الصناعي هذا إبداع أول ما سمعتها من منصة أريد ومن الوقف الذي إن شاء الله أنشئ من أعماله الاهتمام باللغة العربية واهتمام بالذكاء الصناعي واهتمام بالتنمية القدرات للشباب ومعالجة كثير من الإشكالات وإخراجهم من وسائل التواصل التي ضيعت الوقت وضيعت الجهد وضيعت كذلك كثير من الأخلاقيات كيف نخرجهم إلى وعاء شرعي أوسع هذه حقيقة يعني هي مقاصد أنا الذي أقصده الخلاصة أن لا بد أن نبحث عن الجديد وهنا نسميها التنمية المستدامة الحقيقية وأسميها التحسين المستمر إذا لم يكن عندي التحسين المستمر كما تعرف في اليابان يسمونه الكايزن والكايزن أصبح الآن بعد الكايزن أصبحت الأمور للإدارة المرنة وأصبحت يعني فيه تطورات لنظرية الكايزن خمس تطورات الآن الكايزن أنشأت بالسبعينات الآن فيه خمس تطورات جديدة فنحن كيف نستفيد من هذه التطورات من النحية الإدارية من النحية العلمية الحمد لله أمة الإسلام عندها من الطرق والإبداعات التي أخرجت علماء دكتور عن التشريعات وقوانين يعني كيف تؤثر القوانين والتشريعات المتعلقة بالأوقاف يعني في موضوع الإدارة الأوقاف واستثمار الأوقاف هي بداية دكتور أن التشريعات إذا كانت حقيقة تشريعات متقنة وتطمئن الناس وهي مستمدة من الشريعة الإسلامية فأن ذلك يؤدي إلى استخطاب المتبرعين للأوقاف وإقامة أوقاف جديدة ومشاركة المجتمع في الأوقاف لأنه لا بد أن تشارك الدولة في الأوقاف يعني أن الدولة البعض يعني تسمح الدول أن تبني مستشفى باسمك وتسلمها لوزارة الصحة أنا أقول لهم كلمة في هذه الدول التي تسمح لك الدولة أن تبني مستشفى ثم تسلمه لوزارة الصحة فوزارة الصحة هي التي خدمتك مشمت لخدمتها بمعنى كما تعلم دكتور وهذا مجالك عندنا في العمل الخيري المستشفى تكلفة التشغيلية سنويا 25% من قيمته يعني لو قيمة المستشفى مليون دولار مستشفى صغير مليون دولار قيمة البناء 250 شهر سنويا طب من أين تأتي بال250؟ إذا أنت بنيت وقف إذا لم يكن هناك ضمان للرسوم أنها ستفي بحاجاتهم أو أنه في أوقف تصرف عليه حتى تجعله رسوم متواضعة للي يستفيد منها الفقير والمحتاج والمسكين على سبيل المثال الكشفية مع العلاج مثلاً 100 دولار لو جعلت 20 دولار ووفرت لكل أصحاب الحاجات أن هذا متاح لكن ما هو الإشكال؟ الإشكال التشغيل ولهذا عندما وزارة الصحة خلال أربع سنوات يعني صرفت على المستشفى بقيمة المستشفى إذن من الذي خدم الآخر؟ نعم أنت أوقفت لكن أنا أقول لا بد أن يعاد النظر في قضية الأوقاف لا بد أن تكون لها أوقاف تصرف عليها ليست الفقف هو العين الذي ينتفع من عينه ولا بد من أوقاف لتصرف عليه حتى يبقى هذه العين يستمر طيب لو نتقل إلى السؤال حول استراتيجيات تطوير الأوقاف يعني لو تفضل حضرتك بذكر بعض الاستراتيجيات الفاعلة لتطوير الأوقاف وجذب المستثمرين أو الواقفين حقيقة جدد نعم ولذلك الابتكارات المالية في الاستثمارات الحديثة نعم هي حقيقة هناك في مجالات كثيرة لكن أنا أتكلم بالبداية أن لا بد أن تنشأ المؤسسة الوقفية بإدارة حكيمة وأن يوضع لها من أصحاب الاختصاص ونحن نعاني في كثير من المؤسسات القطاع الثالث أن أصحاب الاختصاص ينسحبوا إلى قطاع التجاري لأنه أرباحه متنامية القطاع الوقفي والخيري نريد أن نستقطب العقول يعني أنا وجدت أنه في أمريكا على سبيل المثال أنه في مستشفى وقفي يدار 80% من أوقات أوقات التي أوقفوا وقتهم للمستشفى و20% هو رواه برواتب بمعنى السكرتاريا والأرشيف والحراسة والرعاية والتقنيات كل هذه برواتب الدكاترة كل المستشفى يدار بدكاترة مثلا دكتور العظام هو محدد يوم الثلاثة يأتي أربع ساعات هو متطوع وهو حقيقة في الغرب عندما يتطوع للأسف الغربي للأسف الآن هو يتقيد بالأربع ساعات وعندنا في العالم الإسلامي المتطوع معناه إيش؟ وما على المحسنين من سبيل آتي متى شئت وأذهب متى شئت هذا ليس صحيح هذا ليس تطوع أنت ضيعت الوقت وضيعت الأموال الآخرين فأنت عندما تأتي للمستشفى أنت حددت يوم لإجراء عمليات للقلب بالمجان على سبيل المثال أنت محاسب بالقانون وبالصحة وبالشر إذا أخطأت حتى أنت متطوع كذلك في هذا المستشفيات أصبح الثمانين بالمئة يدار بأوقات وقفية وتطوعية وعشرين بالمئة برواتب نحن نريد أن نجعل أيضا منشآت لتقديم المشورة للناس تقديم المفاهيم للناس يعني المقبلين على الزواج الآن نسبة الطلاق عالية جدا في كل العالم الإسلامي لماذا لا ندربهم تدريب كامل حتى يهيئ وكما فعلت ماليزيا عندما وجدت نسبة الطلاق عالية فجعلت هناك من اشتراطات كالفحص الطبي اشتراط آخر أن يجتاز هو وهي الدورات المعتادة كذلك هناك في المال عامة الأوقات في الكويت عملت كذلك مراكز مجتمعية تفي بالحاجات مركز الرؤية الزوجين إذا اختلف ممكن يصير يستلم أولاده يستلمهم من المغفر أو من مركز الشرطة فهذا ليس مكان مناسب أطفال جزء من حياتهم يكون إذا كان الصراع والاحتداد بين الزوجين كبير جدا تأخرت عليه أرفع قضية أشتكي بهذه الطريقة جعلوا في مركز من مركز الرؤية يأتي الأب يستلم أولاده من مركز فيه ألعاب فيه مشرفات فيه مرشدات لهذا الأمر فيه كلمة طيبة فيه عصائر الطفل والعاب يعني هنا الطفل في بيئة صحيحة مركز التوحد مركز السماع أي زوجين عندهم مشاكل الاستماع الآن أنشأوا يعني سعدت خلال أسبوعين أنه أنشأوا الدورات لكن ليست إلزامية إلى الآن الدورات للمتزوجين المقبلين على زوج في الكويت فأقول أن المؤسسات الوقفية لا بد أن تبحث عنها ما هي الحاجة والمشاكل المجتمعية كما قالوا علماءنا أفضل الصدقة ما كانت أكثر نفعا في زمانها وأن هذا هي حقيقة نحن التحديات والتحدي الثاني كاستراتيجيات لا بد أن نبني مؤسساتنا الوقفية البناء الصحيح بمنظومة إدارية إدارة مرنة حوكمة دراسة جدوى تنمية مستدامة تحسين مستمر إدارة مخاطر رعاية مستقبلي هذا هو الحقيقة للرعاية الصحيحة مؤسسات كبرى تنهار لأن البنوك بنيت عندما حدث الانهيار الاقتصادي في 2008 وبعد ذلك في 2018 وبعد ذلك في نهيرات اقتصادية هذه أسباب لماذا أظهروا الحوكمة؟ لأن وجدوا أن البنوك أكثر تقاريرها كاذبة وليست صادقة فجعلوا مبادئ حوكمة تتكلم عن العدالة والمساواة والمسؤولية والشفافية وأن تقدم تغريرها بشفافية نحن في مؤسسات خيرية ووقفية لا بد أن نقدم بشفافية لماذا يمنع؟ هذا الذي نريده وأن نفي بحاجة المجتمع يعني كثير أتوني كاستشارة قالوا لي دكتور كلمة نريد أن نؤسس مؤسسة خيرية أقول ما هي أهدافكم؟ إذا رأيت أهدافهم هي أهداف موجودة أقول لماذا لا تلتحقوا بجمعية قائمة أو مؤسسة قائمة أو لجنة قائمة أنتم لم تأتوا بشيء إذا ما عندك بصمة ما الجديد الذي ستقدمه؟ لا تقبل الآن دراسات المجلسة والدكتورة ماذا يقول المشرف؟ يا أخي يا باحث ما الجديد الذي ستقدمه؟ هاي بحوث غطت كل هذه الجوانب وكل هذه البنود وكل هذه التساؤلات في هذا المبحث لماذا تريد أن تبحث نفس المبحث الموجود والأفضل من عندك؟ فأنت لماذا تؤسس مؤسسة خيرية؟ هي فقط للصفة اعتبارية أنه عندي مؤسسة ولهذا أقول 90% من المؤسسات الخيرية لا يعني مخرجاتها لا تحقق المطلوب 90% وهذه كلمة من إنسان عاش أكثر من 37-38 سنة في العمل الخير فنريد أن نعيد فهم لماذا أنشأنا هذه المؤسسات أنت بالفعل كان فيها غرر للدولة التي رخصت لك غرر للمجتمع غرر للمتطوعين فهذا غرر لكثير من فئات المجتمع بل للدولة أقول هي رخصتك من أجل أن تفي بالحاجات وجعلت أهل أفكاف رخصت لك جمعية ورخصت لك مبرة ورخصت لك فريق تطوعي ورخصت لك وقف ورخصت لك منشآت من أجل أن تفي بحاجات المجتمع وتخفف الأباء على الدولة وعلى وزارات الدولة فأنت أصبحت نفسك عبع على الدولة وعبع حتى تتراقبك وتتابعك وتبعث لك مساءلة وتخرج وتعمل أنا أقول لا بد أن نعيد النظر في أهداف المؤسسات لماذا تكونت تحقيق لهذه الأهداف حوكمت هذه المؤسسات ثم نقيم هذه المؤسسات تقييم صحيح حتى نستطيع أن نغلق المؤسسات أنا لا أدعو لإغلاق المؤسسات لكن المؤسسة التي لا تعمل تماما لا بد أن تغلق أفتح مجال لمن يعمل غيرك يعني مثلا أفكار مثلا وقف الأكسجين وقف الجامعات وقف العلمي وقف اللوحات وقف الأطباق وقف الأفكار حتى ناس يستفيدون يقول لك لأننا الفكرة من هذا البلاتفوم مجتمع الواقفين وقفي جنتي وريد انشيع الأفكار يعني قد يأتي الشخص ويقول أنا ما أستطيع ما عندي القدرة أن أوقف لأن ما عندي الأمكانية المالية شوف لأن في إشكالية حتى وقف الوقت في ملاحظة علمية نعم أن الوقف أصل يحبس وريع يصرف أنا ما أستطيع مثل التركيا هنا يسمى وقفه هو ليس في أصل محبس ولا ريع يصرف نعم فأنا ما أستطيع أقول أنا أتاسم وقف الوقت عني مناقشات كثيرة ودراسات كثيرة الوقف هو أساسا الذي يوقف لحاجة المجتمع أنا أخطيك خلاصة أفضل الوقف ما كان أكثر ونفعا كل مجتمع من المجتمعات أنا ما أقدر أعمل مع كل مجتمعات إسلامية نسخة واحدة كل مجتمع إذا درست بل كل مدينة من المدن لها حاجة معينة الآن المدن في تركيا كل مدينة لها حاجة أخرى إسطنبول لها حاجة غير عن أنقرة غير عن بورصة غير عن غاز عن تاب غير فأنا أقول يسمى وقف الوقت يعني الحالي شو الحاجة الحالية يعني وقف الذي يبحث في حاجتي الذي يدرس للأوقاف العثمانية يجد أن الأوقاف العثمانية كانت تبحث في أدق التفاصيل ما هي لأنه كانت أوقاف كثيرة ولهذا الوقف يسأل أهل الإختصاص ما هو الوقف المهم أنا سأعطي لك مثل إذا سألت نهاية أعطيك مثل الآن نعم أنا واحد صدمته توفي ابنه فأجا عندي قال لي أنا أريد وقف لكن غير معهود أعمله غير معهود يعني مو شي شائع مو شيع فقلت له اعمل وقف مقبرة قال لي إيش مقبرة قلت له أكثر ما يعاني ما كانت بالعهود الإسلامية ودعا هني النبي إلى سقوط الدولة الخلاف العثمانية لما كان يعانوا في قضية مسجد ولا مدرسة ولا مستشفى ولا مقبرة الآن أكثر معاناة صارت المقابر في الدول الغربية للمسلمين بل في دول عربية إذا مات الميت عندهم تصبح مصيبتهم مصيبتين مصيبة الميت وفقدان مصيبة يصل في لبنان ما أبدأ أقول للدول يصل في لبنان ثلاث ألاف دولار لبنان منين له ثلاث ألاف دولار معي شيخ من ألف لثلاث ألاف دولار الأردن عندنا ألف دولار ألف وخمسمائة دولار طب بلكن الأسرة فقيرة يبقى الميت في الثلاجة نعم معي دكتور يعني نعم يعني لابد أن يبحث فشو لهذا الوقف يعني شو نوقف الميت لا وقف المقبرة أن يجعل هناك أرض يوقفها يحوطها مقبرة ويجعل لها خارج المقبرة مصلى الجنائز ومغسلة للميت واستراحة للعزاء ليس العزاء بشرط أن يكون في بيت ممكن في المقبرة وينتهي الآن في الكويت العزاء في المقبرة وخلص في المقبرة صار الأغلب في المقبرة هاي الجلوث ثلاث أيام وكذا بدأوا يرجعوا هاي من بعد كورونا قالوا ما في داعي تعطل أمور الناس وتعطل أمور صح فيما ناس يضعوا المقبرة ثلاث أيام وأكل ومنصب الخيمة وإذبح ذباي يكتب أي وعني خلاف السنة يعني بدل ما يعمل لآله فلان الطعام صار آله فلان يطعموا المعزي يعني جاي المعزي يطعمه يا أخي أنا ما بدي طعمي المعزي أنا بدي طعمي طعمي أهل الميت لأن أهل الميت هم الذين ما يستطيع يعملوا طعام نعم طيب السؤال الآخر حول الأفكار الوقفية المبتكرة مثلا يمكن تنفيذها للأفراد والمؤسسات كيف يمكن للأوقاف أن تسهم في تنمية المجتمع نعم حقيقة يعني من أفضل الأوقاف الآن التي المجتمعاتنا الإسلامية بحاجة لها هي أوقاف التعليم أوقاف التعليم التعليم نعم حقيقة يعني نحن ينقصنا الابتكار في التعليم بمنهجية جديدة بمنهجية وهذا تخصصكم دكتور ونحن نأمل إن شاء الله وقف أريد أن يعني يعني يقدم شيء جديد للأمة بداية للأكاديميات وللجامعات وللعامرين في الجامعات والأساتذة حل أن لا يكون يعني دراساتنا حبيسة للمؤسسات الأكاديمية لابد أن تخدم المجتمع وتخدم الأمة ولهذا أوقاف التعليم هي الأساس وأنا أرى في قراءتي في العهود الإسلامية كاملة أن مقدمات المؤسسات التي بنت الحضار هي مؤسسات العلمية والتعليمية التي أظهرت العلماء وحركة الترجمة وحركة العلم والتأليف والمخطوطات حتى النساخ كانت أوقاف تصرف لهم الكتاب كان وقف من ورث مصحفا أحد الموظفين عندنا قال أني أنا والدي توفي وحقيقة أنا حالتي يعني بسيطة ولكن أريد أن أوقف شيء لوالدي نعم وهو من مصر فقلت له تستطيع أن تأخذ كرتون من المصاحف تضعها في مساجد ليس فيها مصاحف فهذه الكرتون ليست يعني في القيمة دائما في كتاب الله تبارك وتعالى ولكن عندما أخذ ووزع من ورث مصحفا كل من قرأ في المصحف فلمن يعني أوقف فله أجر من الله تبارك وتعالى ثم نتحدث عن المدارس والتنشئة ومراكز التعليم والمراكز الثقافية والمراكز العلمية والتنمية البشرية لشبابنا هذا هي التي نحن بحاجة لها نحن ليسنا بحاجة إلى أوائل في المدارس والجامعات لكن كيف يفكر كيف يبتكر كيف يعمل كيف يخدم كيف يعطي هذه حقيقة يعني أمور أساسية أمر الآخر خلاف التعليم هي حاجات المجتمع أنا حقيقة سؤال هذا يعني بالنسبة لي يعني سؤال دقيق وما أستطيع أن أجيبه في كل بيئة لها مشاكلها ولها حاجاتها ولها ما هي ينبغي أن يعني يسرع في ذلك وهذا فقه الأولويات والمتوقع كالواقع لا بد أن أبحث عن ما هو المتوقع لا بد أن أدفع هذا والدفع أسهل من الرفع أعرف أن الأمة ستقع في مصيبة إذا تركنا الأمر فقال القاعدة الدفع أسهل من الرفع أنا الوقاية خير من العلاج نعم وهذا هي تطبيق لهذه القاعدة والدفع أولى من الرفع الدفع أقوى من الرفع ولهذا دمنا نبحث عن ما هي المشاكل التي نحن فيها أو متوقع حدوثها لا بد أن تدفع ولهذا تبحث عن ما هي الأوقاف الأساسية التي تحفظ المجتمعات من فرق باطنية من أفكار الحادية من أفكار مثلية الآن كما يفرض في الغرب الآن بدأت يعني مؤسسات تفرض مانحة تفرض على مؤسسات داخلية مجتمعية في العالم الإسلامي والعالم العربي بل يسأل من يريد الوظيفة أنه ما رأيك بقضية زواج المثليين أو من هذا الأمر نحن نعاني الشيء الكثير فكر الشباب وحاجة الشباب والفئة العمرية تختلف نحن الآن في نتعامل مع أبنائنا ومع أحفادنا بطريقة أخرى يعني الآن أحفادنا والله الأحفاد عندما رأت تليفون في البيت عندي تليفون في زاوية تليفون الأرضي يسألني هذا إيش أكله تليفون يظن أني قاعد يعني أتحدث يعني أني أمزح معاه فقال تليفون كيف تليفون أين التليفون ثم قال وين التوتش وين يريد أن يبحث عن هو هذا فكره في عقوة الدات فأحسست أنا في الفجوة بيننا الفجوة كبيرة الأمر الآخر أنه الآن الحياة تقنية أصبحت خلاف حياتنا إحنا ألعابنا بالشارع كنا وألعابنا ألعابنا جسدية وألعاب كرة يعني نلعابه لكن الآن الأطفال كله في وسائل الآن يعني أصبح التعليم أصبحت الذكاء الصناعي أصبح البحث سهل أصبح عندما أطلب من بعض الموظفين عندي بعض الموظفين أطلب منهم يعني اكتب لي التقرير فوجدت بدقائق يأتي به فأحسست أن التقرير هذا لم يبحث التقرير جابوا من شات جي بي تي المعارفة أقولها بعد شات جي بي تي ثم يأتيك بسرعة يأتيك في في هذا المنتج الآن الجامعات بدأت تعاني من من بعض التطبيقات التي تأتيك بمباحث نحن أقول أن كل المجتمع له حاجة نعم ولا بد أن نبحث بالحاجة الحاجة الأساسية كما قلت التعليم والحاجة في ضرور حاجات المجتمع تحفظ كرامة تحفظ أمور المجتمع الآن في الكوارث عالمنا الإسلامي والعربي خاصة المشرك الإسلامي نعيس في من كارثة إلى كارثة من نازل أين نازل من دجوء إلى لجوء من واقع إلى واقع نعم هذا الذي نريد أن نعالج مثل هذا الأمر في المقابل في حاجات أساسية لا يظن الناس أنها حاجة أساسية الأخوة في الكويت توفي ابنه وابنه كان يعني في سنوات الجامعة لكن أصيب بمرض وتوفي يعني ما أطال فهو يعني تواصل معي وجلس معي فقال أريد أن أعمل وقف لابني لكن أريد الوقف غير معهود يعني تأتي لي بالجديد فقلت له إن شاء الله أنا سأخترح عليك اختراح مبدئي نعم ما رأيك بوقف المقبرة والله في وقتها وقف المقبرة وقف المقبرة ما هو وقف المقبرة أول الأمر أني استهجنت أنه يمكن دقيقة وهو يعني صاف أو يعني يفكر قل لي نفسي سؤال ما هو وقف المقبرة قلت له في بعض الدول العربية يعانوا أهل الميت إذا مات الميت مصيبة مصيبتهم تصبح مصيبتين ليش مصيبة موت الفقدو الإبن أو المعين ومصيبة أن أين سيأخذوه وحقيقة كلها تكاليف من انتقلوا من المستشفى بسيارة بحاجة إلى تكاليف من ذهابوا إلى المغسلة ذهابوا إلى المقبرة شراء القبر عمل القبر رفع على القبر للأسف يعني وهذا لخلاف السنة نعم ثم عندما يبدأ العزاء يدفع بعض الأمور للمستشفى وللأمور الأخرى ثم يبدأ العزاء يعمل لأهل المتوفي للمعزين الطعام وهذا كله خلاف السنة فقلت له في دول إسلامية تعاني الذي لم تعانيه الأمة في كل العهود العهود الأمة لم تعاني في قضية التعليم ولم تعاني في الصحة ولم تعاني في المساجد لم تعاني في الصحة ولم تعاني في التعليم ولم تعاني في المساجد ولم تعاني في المقابر كانت كلها وقفة لكن أتينا إلى عهد أصبح تكلفة دفن الميت من ألف إلى ثلاث ألاف دولار ثم خلاف الطعام فقلت له كيف ننشئ مقبرة ويكون فيها مغسلة على السنة وكذلك فيها مكان للمؤزين وفيها مكان للماء وفيها متوضع وفيها من يوقف على المقبرة لحفر القبور ودفن الميت بلا رفع المقابر وبلا يعني كثير من المخالفات الشرعية وبلا بدع في الأصوات والصراخ والطبل في المقابر هذا رأيتها في بعض الدول كيف تكون الدفن بالطريقة الشرعية حسب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة والسلف الصالح في قضية دفن الموتى بهذه الطريقة فقلت له كم مننا حاجات حاجات كثيرة جدا يعني أنا قلت حاجة التعليم حاجة حفظ كرامة المسلمين الحاجة الثالثة هي مشاكل المجتمع مشاكل الزواج تحدثنا عنها قبل قليل المشاكل في رعاية الأسرة في تأهيل الأسرة للزواج حل المشكلة إذا حدثت مشكلة أيضا هذه رعاية للمجتمع معالجة آثار الانفصال على الأطفال معالجة الآن الفرض الغربي للأسف كما فرضوا على الغرب يفرضوا على بعض الدول الإسلامية والعربية على مدخلات جديدة مدخلات منكر بالحاد وكما قلنا إباحية وكما قلنا المثلية وكما قلنا النسوية وكما قلنا أمور كثيرة جدا هذه حقيقة بحاجة إلى مؤسسات أن تعالجها بلا أن أكبر السياسات أنا جلست مع ناس يتكلم عن استراتيجيات بدها مئة سنة أنا لا أتحدث عن مئة سنة أقول الآن ما هو الواقع الذي أعيشه ما هي الحاجة الفعلية نجلس أهل الحل والعقد وأهل الاختصاص من العلم النفس ومن المختصصين في مجال الأسرة ومتخصصين في مجال المجتمع متخصصين في مجال حتى الشباب متخصصين حتى في مجال من هم عليهم ظاهرة الالتزام لعل تدخل عليهم موروثات صعبة أو مدخلات صعبة في الأفكار كيف أعالج كل هذه الأمور كذلك من الأمر الأخير أن تكون عند مراكز استشارات وقفية تعمل لأكثر من أمر بشأن الوقف كيف نرجع الأوقاف الهرمة كيف نحييها كيف نرجع الأوقاف المسلوبة كيف ندرب القائمين على المؤسسات الوقفية كيف نسن القوانين وننصح بسن القوانين كيف يكون عندنا لجنة محامين تترافع في قضايا الوقف حتى لا يطيل في قضايا وقف في دول إسلامية عمرها ستين سنة والأرض معطلة ولهذا كان في القضاء الإسلامي منذ الأهد الأموي القاضي لا يؤخر القضاء في مسألة وقفية في أرض وقفية لأنه في تعطيلها يعطل منفعتها للموقوف عليهم والآن ستين سنة كما قال علي طنطاوي يأتي جيل إلى جيل إلى جيل وإلى الآن القضية في مسألة الوقف هي منظورة في المحاكم هذه من المتضرر دكتور المتضرر الموقوف عليه المتضرر المجتمع المجتمع الناس المجتمع والناس هذه آفاق معينة أنا أتحدث عنها أن هذه نحن بحاجة أن نهيئها أن نوفر بل في أحد المؤتمرات قد يعني تحدث أحدهم قال كلمة رائعة جدا قال نريد أن نوقف وقف لإرجاع الأوقاف المسلوبة الأوقاف المسلوبة في العالم الإسلامي تصل قيمتها لأكثر من 150 مليار دولار العالم الإسلامي أوقاف المسلوبة التي نسيت احتلتها أخذتها الدول أخذتها بعض الأمور كيف السبيل للأرجاع؟ الإرجاع ليس سهل ممكن هذه مثلا الأوقاف التي قيمتها يقدر ب150 مليار ممكن الوثاق منها موجود 5% 10% إذا استطعنا أن نرجع 5% نعمة نعم من قائمة لا نستطيع أن نترافع بخضاء عالميين وتحكيم عالمي وكذلك انتقال وفي استعمار ومن استعمار إلى استعمار يعني في أراضي في دول البلقان من استعمار أربع استعمارات مرت عليهم وضاعت من هذا الاستعمار وهذا الاستعمار فكيف تعالج هذا الأمر بحاجة إلى أهل اختصاص أنا على سبيل المثال أقول أنا لا أريد أن يفرغ نفسه أريد محامي دولي ما أريد محامين مختصين عندهم يعني في السنة يترافع في مئة قضية ويربح منها ثمانين أريد أن يتطوع مرافع لقضيتين أو ثلاثة في الوقف في السنة ويترافع فيها ويسافر من أجل يجعلها في سبيل الله يجعلها هذا وقف لوقته ووقف لجهد لاسترجاع الأوقاف المسلوبة نعم حتى لو من استعمار حتى لو من اليهود اليهود قد سلبوا هذه الأوقاف وقد عملوا من القوانين والنظم حتى يسلبوا سموها أملاك الغائبين وسلبوا كل مساجد الثمانية واربعين وسلبوا الاستعمار كما فعل وكذلك استعمار فعل في الجزاء بل أن في بعض الاستعمار قد ضيع أوراق الأوقاف من أجل أن يعاد الوقف لمكون أساس لقوة الأمة وإرجاع الأمة إلى عزتها وكرامتها أنا أقول إرجاع الأمة إلى عزتها وكرامتها أيضا هو يعني لا بد أن ترجع الأوقاف لأنها هي التي تحفظ هذه الكرامة وهذه مقوم أساس من مقومات حفظ المجتمعات نعم بارك الله فيك في عندنا الآن واحدة من المجاميع البحثية في أريد تتحدث حول موضوع التفكير الوقفي يعني فيه اشتغال بكتاب يعني مثل ما عندنا الآن التفكير الناقلي التفكير العاطفي التفكير العلمي التفكير المنطقي في هذه المجموعة تشتغل بتأليف كتاب اسمه التفكير الوقفي فما رأيك بهذا المفهوم يعني هل يمكن أطلاق هذا المسترح ما الرسالة التي توجهها لهذا الكتاب أو لهذه المجموعة في نشر ثقافة الوقف نعم حقيقة لا بد يعني هذا أنا أعتبرها أنه من واجب الوقت يعني حتى نعيد الأوقاف إلى مكاناتها لا بد أن نهيئ إحياء سنة الوقف ولا بد أن قبل العمل لا بد من التفكير كيف أحيي سنة الوقف كيف أرجع الوقف كيف أعطي أهمية للوقف كيف أجعل من القوانين والنظم كيف أجعل من الوثائق كما هي تعمل جمعيتنا جمعية دراسة والتنمية الوقفية يعني تدعو في كل مؤتمر وفي كل محفل أنه لا بد أن نبدأ في كل دولة من الدول أن تبدأ المجتمع الذي فيه هو أهل اختصاص أن يجبع الوثائق الوثائق هي المادة الأولى ثم إذا انتقلت للتفكير الوقفي هذا الوثائق هي من التفكير الوقفي انتقلت إلى إحياء سنة الوقف لا بد أن تكون عندي نظم تحفظ الوقف من أجل أن يدفع الناس للوقف أو أن يوقف الناس الأمر الآخر دكتور أنا أقول لك بكل وضوع أن الجامعات قليات الاقتصاد الإسلامي وبعض الجامعات حقيقة فيها من الدراسات الوقفية الكثير لكن نحن نريد أن نخرج من التنظير إلى التطبيق فالأغلب هو التنظير لكن أنا أرى أن التفكير الوقفي أن يكون هذا المصنف هو يتكلم عن التطبيقات العملية في قضية إحياء سنة الوقف وإحياء الأوقاف من جديد في تطبيقات عملية لأن الدراسات قرأت دراسات كثيرة جدا والأغلب لا يعمل في مجال الوقف هو دراسة وأخذ عليها رسالة وعمل في مجال من المجالات لكن في النهاية أنا كيف أحقق هذا الأمر لخدمة المؤسسات الوقفية في المجتمع أو إنشاء مؤسسات وقفية جديدة أنا لا أرغب في إنشاء مؤسسات وقفية جديدة أنا لا أرغب في ذلك أقول أنا إذا لم يكن هناك يعني ميزة وتخصصية ومجال وأنه سيضيف إضافة لماذا؟ يعني لماذا أنا أكثر العدد إذا لم يكن إضافة على سبيل المثال أنا أتفاجأ وأنا أعمل في مجال العمل الخيري والوقفي ولفلسطين على وجه الخصوص أتفاجأ الآن كثير يدعو إلى وقف دعوة إلى أوقاف جديدة في القدس أو للصرف على القدس فأنا أقول كلمة أنتم تبحثوا عن الموجود الآن رعايته حقيقة ضعيفة وتبحثوا عن إيش؟ عن الجديد طيب المفقود لماذا لا تبحثوا عن المفقود؟ سألني أحدهم إيش هو المفقود؟ قلت أتعلم أن منذ فتح عمر رضي الله عنه إلى أهد قريب كم من الأوقاف في كل العهود الإسلامية أوقفت للمسجد الأقصى في العالم الإسلامي؟ يقول كثيرا قلت هل هناك مؤسسة وثقت هذه الأوقاف الأوقاف هذه أنا أقدرها الآن قيمتها أقل شيء بـ 10 مليارات دولار هي موجودة في بلاد الشام وفي مصر وفي اسطنبول وفي كل دول في أوقاف للقدس لكن ليس هناك مؤسسة ترعاها وهي بعضها ضاع وبعضها لا نعرف مصارفه وبعضها في بعض المؤتمرات قد أعلن في 10 ملايين أن سمعت حد المؤتمر 10 ملايين هذه دولار وقف للقدس أين هو الآن؟ وبعض المؤسسات جمعت بما يعادل 200 ألف 200 مليون دولار للوقف 200 مليون دولار طيب أين مصرفها؟ أنا الآن أريد أن أبني وأتكلم بكل وضوح ولله الحمد سعينا وحققنا أربع مدارس في القدس مدرسة لأن وجدنا أن إخواننا في القدس والمسلمين في القدس يعانوا من قلة الفصول الدراسية فالحمد الله خلال 15 سنة أربع مدارس أنا كلما أتقي مع مؤسسة أعمل القدس أقول لهم نريد أن نفتح مدرسة أو تشاركون في دور وضعوا اسمكم وأعملوا ما تريدوا لكن ما وجدنا؟ كم مدرسة في القدس نحن بحاجة؟ أنا أقول لماذا فقط أن نجمع المال من أجل جمع المال جمع المال لا يجوز إذا لم تكن المنفعة محققة هذه من شروط أحكام الأموال الخيرية والأموال الوقفية إذن نحن بحاجة أن نعيد النظر في الأوقاف حفظاً بحثاً توثيقاً حفظاً إذا أريد أن أجد وقف جديد لا أريد أن قبل أن أجد الجديد أبحث عن المفقود وأرعى الموجود رعاية صحيحة واجعل هناك توثيق لهذا الأمر ثم كذلك بعد ذلك أبدأ أبحث عن قضية أوقاف ترعى أنا برأيي ما في بأس أن توقف أوقاف الآن للقدس فقط لرعاية الأوقاف السابقة وحماية الأوقاف السابقة سواء كان اليهود أو كان من الزمر أو كان من الأموال الغربية ثم تجعل لجنة دولية تكون النظارة منتنوع ليس من شريحة واحدة تكون النظارة نظارة مجتمعية من أعيان الأمة الإسلامية تنظر في مسألة الأوقاف تحت رعاية الجامعة تحت رعاية منظمة العالم الإسلامي تحت رعاية بنك التنميار تحت رعاية مؤسسة وقفية كبرى ما في عندي بأس لكن لا بد أن نبدأ في قضية معرفة ما هي أوقاف القدس في الخارج أنا أوقاف القدس في الداخل أنا ستستطيع أن نحصرها لكن ريعها كم لا يصل إلى نصف بالمئة لا يصل كذلك عندنا مشكلة دكتور وهذه لا بد أن أشير إليها أن عندما درسنا ريع الأوقاف في الدول العربية إلا ما رحم الله وهي قلة قليلة الدول التي ترعى الأوقاف ومخرجها لا يصل إلى واحد بالمئة لا يصل طبعا عندك أسواق عندك محلات عندك دكاكين عندك مدارس عندك منشآت عندك أراضي مهملة أراضي مهملة الأراضي كثيرة جدا التي هي للأوقاف طيب لماذا الريع أقل من واحد بالمئة لو كان عندك مال وقلت أنا مستثمر لهذا المال وسألتك كم ريع هذا المال الذي أنت مستثمره مال الأسرة التي لكم قلت المال هو مليون دولار والله الريع لا يصل إلى نص بالمئة أقول هذا تضييع لهذا المال لا بد أن تجدوا هيئة استشارة تدير هذه الأموال نحن في مؤسسات القطاع الوقفي الأغلب هذا هو المخرج الأغلب هذا هو المخرج أنا حقيقة هنا نماذج الآن حتى لا أعطي النظرة السوداوية في نماذج من مؤسسات وقفية أنشئت من فكر تجاري إرادها من سبعة إلى عشرة بالمئة عشرة جيد ممتاز يعني أوقاف الرجح في السعودية أنموذج أنموذج من مزارع من مساكن من فنادق من أمور حتى نسبة الإشغال عندهم 98% على مستوى الغرف الفندقية أو الشقق أو الزراعة هذه حقيقة منتج حقيقي وفي أوقاف أخرى نماذج رائعة في العالم الإسلامي ولكنها قليلة تعد على أصابع اليد اليدين حتى أقول لكن هذه النماذج لا بد أن تكون أنموذجا وتظهر في الإعلام كيف تكون وأنا أقيم على مستوى هذه المؤسسة كم من أموال أوقاف ضاعت ولم تستطنر بطريقة صحية مزارك الله خير مزارك الله خير مزارك الله خير وقف الذكاء الاصطناعي الآن في منصة الريد نحن في طور تأسيس وقف خاص بالذكاء الاصطناعي العناية حقيقة بعلم الذكاء الاصطناعي موضوع الدورات والمحاضرات واستجلاب الخبراء في هذا المجال فكيف تقيم وترى أن وقف الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تطوير فقافة الذكاء الاصطناعي في الأمة نعم حقيقة من أول ما سمعت منك هذه الفقرة أثنيت عليها حقيقة ووقف الذكاء الاصطناعي هو وقف مطلوب الآن نعم كون أن الذكاء الاصطناعي هو العلم الآن ما تبحث لي يظهر لك الذكاء الاصطناعي وتطبيقات كثيرة والذكاء الاصطناعي كما تفضلت هو في مجال المجتمع ومجال التجاري والمجال العلمي والمجال الاقتصادي ومجال الدولة ومجالات كثيرة جدا أقول أن وقف للذكاء الاصطناعي هذه فكرة إبداعية لأنها في مجالاتها متعددة ويعني جلب المختصين في هذا الجانب حقيقة يخدم يخدم في أي مسائل طبعا القطاع التجاري هو شغال في الذكاء الاصطناعي بما يحقق له مكسب ويدفع له جزء من أرباحه أما المؤسسات الخيرية والوقفية والدعوية والفكرية والتنموية التي تخدم المجتمع هل تدفع من مبالغ الذكاء الصناعي لا لا تجعله بل بعضهم يعتبره هو إصراف أو يعتبره مصرف في غير مكاني لا بد أن تنشأ هذه الوقفية وأن تحدد مجالات هذه العمل حتى في مجال من يتحدث الآن في مجال تخريج الحديث أن الذكاء الصناعي يخفف عليه كثير من الوقت مجال البحوث يخف عليه كثير من الوقت تطبيقاتها في العمل الخيري تطبيقاتها في العمل المجتمعي تطبيقاتها في الأوقاف تطبيقات كثيرة جدا في معالجة الإشكالات الأفكار هذه كلها تطبيقات لا بد الذكاء الصناع أن يخدم لأن الذكاء الصناع هو في اختصار هو يختصلك الوقت ويعطيك أفضل والمال والوقت ويعطيك أفضل التجارب وأفضل الأفكار لهذا الأمر هل تستخدم منها؟ بعد ذلك تصنف إذن وقفية الذكاء الصناع هي حقيقة فكرة مبتكرة بحاجة لها المجتمع وأدعو أن لا تطول هذه الفكرة أن يكون فيها إسراء شديد جدا كسرعة الذكاء الصناعي الذكاء الصناعي إذا تأخرت عليه لماذا أخرجوا الإدارة المرنة في اليابان؟ قالوا لك إدارة أن تخرج تطبيق وتجعل هذا التطبيق عليه كذلك تطبيقات وعليه تجارب سيخرج أمثالك تنتظر سنة سنتين فأنت من الإدارة المرنة أن أخرج الشيء تغذية الراجعة التي تعدل أي خطأ من هذه الأخطاء حتى لا تؤخر هذا الأمر هذا هو حقيقة الذكاء الصناعي يعني الذكاء الصناعي الآن كيف يستخدم بما ينفع الأمة من ناحية العلمية ومن ناحية المجتمعية ومن ناحية كل النواحي لكن إذا الذكاء الصناعي نبدأ نفكر فقط أهمية الذكاء الصناعي وينتهي وغيرنا رح يسبقنا بكثير في الذكاء الصناعي بل يوظف الذكاء الصناعي ممكن لتدمير الأمة كما يحدث الآن يوظف الذكاء الصناعي لإفساد الأمة الذكاء الصناعي يقول لك أن ممكن الآن أنت لست بحاجة لأن تأتي لمحاضر في قاعة من القاعات ممكن محاضر واحد في الذكاء الصناعي الأبعاد السبعية كما قالوا أنا يمكن هذا ليس تخصصي ولكن يقول المحاضر يحاضر في عشر قاعات في نفس الوقت ويتفاعل مع الجمهور والطلبة في نفس الوقت ويستقبل الأسئلة ويجيب عليهم نفسه وهو أمامهم مجسم أبتها نعم هذا تخصصكم فهذا كيف أن أفعل هذا الأمر يعني الآن كما قالوا تطبيقات الزوم والتعليم عن بعد حقيقة يفقد قيمة التعليم إلى إدسا وأنا مقتنع بهذا أي دورة تدريبية على الزوم خلاف الدورة التدريبية المباشرة فكيف الذكاء الصناعي يحقق هذا الأمر أن يصبح كأنه بالفعل مدرب مباشر وليس محاضر أو مدرب غير مباشر لأن الذكاء الصناعي ممكن العفو نزوم أو كذا المحاضرة تسمعها وتنتقل وتقول في النهاية لماذا أحضر ستأتيني مسجلة هكذا كما قال أحدهم كنت أقول له يعني عالم من العلماء أتى إلى الكويت فلنذهب نحضر قال في الأخير أسمعها في اليوتيوب لا تتعبني يعني هكذا لكن كيف نعالج هذا الأمر لكن حقيقة أنا أثني على هذه الفكرة وأقول لكم استرعوا فيها نعم يلا يضحك شيء ككلمة أخيرة توجهها لمنصة تريد لعضاء منصة تريد يعني كيف تقيم المنصة ومشروع المنصة وهذه الحركة العلمية ناطقينها بالعربية وبغيرها حقيقة المنصة يعني بداية فكرة رائدة وحققت بعض المقاصد التي لها والآن ما شاء الله قاعدة تسعى لتحقيق مقاصد أخرى خاصة في وقفية أريد يعني وقف أريد حقيقة يعني نريد أن يساهم الجميع في هذه الوقفية وعلى الأقل يعني كما يعني عندما سمعت بها ولعل في حديث سابق تحدثنا قلت يعني على الأقل كل مشارك وأنا أبدأ بنفسي على الأقل 100 دولار لهذا الوقف لأنه هذا أجر يستمر لك وهذا يكون له يعني سبق درهم 100 ألف درهم هذه هي أول أمر اللابد من المساهمة اللابد من البدل الأمر الثاني أن المنصة أريد خدمتك بشكل كبير لسنوات فلماذا لا تخدم الأمر الثالث منصة أريد هي التي بدأت في قضية تعطي تطبيقات العلم الذي يرى موروث ومخرجات منصة أريد يعني يهتم بالتطبيقات ونحن الآن لسنا بحاجة إلى التنظير وكم من منظر لكن مجال التطبيق هو الذي نركز عليه بشكل كبير جدا ولا بد أن يكون المشاركة من الجميع يعني أنا ليست في هذا الوقف ولكن أنا أدعم أي وقف جديد يخرج بمخرج جديد ومنتج جديد ويريد أن يكون له مخرجات جديدة لا بد أن يسعى فيه الجميع الآن المنصة أريد فيها كم مشاركة؟ 122 ألف باحث ولله الحمد تخدم منصة أريد بلا مقابل بل تهيئ لهم منصات يتحدثوا ومنصات يعطوا زكاة العلم وأقول بل أن من زكاة العلم كذلك أن تعطي وكذلك أن تبذل وكذلك أن نؤسس لوقف يصرف على ذكاء الصناعي ويصرف على مخرجات هذا الأمر تحت منظومة دقيقة جدا بداية لا يجمع المال إلا إذا كانت منظومة جمع المال وحفظ المال وصرف المال هي أشبه بمنظومة النظارة وهي بل هي ستكون منظومة النظارة حفظا لهذا المال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لكل خير الله يبارك شكرا جزيلا على هذا اللقاء الماتح استفدنا منه كثيرا بارك الله فيكم وإن شاء الله لنا لقاءات وملتقيات قادمة بإذن الله بإذن الله وأشكركم جميعا على الاستضافة وزاكم الله خير